بأمال نهاي قرن جديد يدخل النادي الأهلي والزمالك دول 32 بدورة أبطال أفراق بمنافسة قوية للأول أمام اتحاد المنستيري التونسي ومواجهة مجهولة للثاني أمام فالمبو البولد مدير فني جديد للأهلي والخبير للزمالك لاعبون جدد ولاعبون بخبرات كبيرة كل الأمور تضع الأهلي والزمالك في صدارة القارة الأفريقية بس ده على الورق لكن عملياً محتاج الأهلي ترجم الراحة وترتيب أوراقه إلى نتائج جيدة نحو النهاء الأفريقي الرابع على التوالي والزمالك اللي قدم كل شيء جيد محلياً للموسم الماضي محتاج يعود تاني واحد من أهم أبطال القارة والبحث عن اللقب الغائب من 20 سنة ندعم الأهلي والزمالك بكل الحب والفخر بس عليهم يثبتوننا ويثبتوا لكل الفرق الأخرى إنهم كبيري القارة وبمسافة بعيدة عن أقرب المنفسين وده يحصل في الملعب مش مجرد شعرات يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 كل سنة وحضراتكم طيبين ومنازمة المونة للنبوي الشريف انتصارات أكتوبر المجيدة يا رب أيامنا كلها أعياد يا رب أيامنا كلها أفراح بإذن الله بكرة الأهلي والزمالك عندهم مواجهتين في دول 32 زهاب دول 32 من دورة أبطال أفراق الأهلي عندهم مواجهة في منتهى الصعوبة أمام اتحاد المنستيري التونسي والزمالك عندهم مواجهة مجهولة بصراح فننبو البروندي حتى لما حبينا ندور على لقطات للفريق مشاهد للفريق حتى الحاجات المصورة للفريق بكاميرات صعبة جدا وتصوير صعبة جدا فما تقدرش فنياً تقرى الفريق أوه بصراحة ولا تذكره ولا تفهمه الله يكون في قون الجهاز الفني نادي الزمالك والقعب نادي الزمالك هم حرفياً بيواجهوا فريق يعني شبه مجهول شبه مجهول لكن اتحاد المنستيري تاني مجموعته هو في المجموعة النهائية في الدولة التونسية تحبين دولة التونسية كان من مجموعات الموسم الماضي هو تاني المجموعة بعد الترجي التونسي قبل الأفريقي وقبل الصفاقسي وقبل النجم السحالي وقبل فرق كبيرة جداً في تونس وكان بينه من الصدارة والفوز بالدولة التونسي نقطتين فقط عن الترجي التونسي فهو فريق كبير ومواجهة في منطقه صعوبة مش مواجهة دول 32 أبداً بس خلاص ده قدر النادي الأهلي والقرع والوديه لهذه المواجهة الكبيرة لما بنقول الانتحاد المنستيري فريق صعب فاحنا بنتكلم انه منافسة مش هينة للأهلي مش سهلة للنادي الأهلي ولكن لو في حد او في طرف يكونها الان دلوقتي فاكيد الانتحاد المنستيري هيواجه النادي الأهلي النادي القارن في القارة اعظم فريق في القارة صاحب البطولات الاجبر في القارة الفريق اللي وصل لنهاء دورة ابطال افريقيا في اخر 3 نسخ وبالتالي هم هيلاقه اكتر بس احنا هنا في مصر النادي الأهلي يعمل حسابه يقلع من فريق كبير اتحاد المنستيري زي ما قلت لكم فريق عمل مباريات محترمة جدا الموسم الماضي في الدولة التونسي اخر البطولة او اخر المجموعة كان بينه وبين التراجن وقتين فقط متخط زي ما قلت لكم النجم والافريقي والصفاكس وفرق كبيرة جدا في تونس فانت بتتكلم في فريق مش هيبقى سهل على النادي الأهلي بس الاكيد انه الفريق نفسه هيبقى عنده الف حساب هو بيواجه النادي الأهلي كبير الكارة الافريقية فالمواجهة مش سهلة المواجهة هتبقى ممتعة ان شاء الله باذن الله باذن الله يوفق النادي الأهلي والاهم بالنسبة لي ان تطلع مباراة محترمة بين شكوكين كبيرين في مصر وفي تونس النادي الأهلي ونادي اتحاد المنستيري معي عبر الهاتف الآن الأستاذ أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور أهلا بيك كابتن كريم مشرفنا ومنور الشاشة هي زي ما نقولت كده في المقدمة مواجهة كبيرة سواء للاتحاد المنستيري أو للنادي الأهلي اتحاد المنستيري عامل موسم رائع جدا في الدولة التونسي الموسم الماضي وعنده من العناصر المميزة اللي تقدر تواجه النادي الأهلي وفي المقابل بالتأكيد النادي الأهلي متمرس في هذه البطولة بشكل كبير جدا شايف المواجهة ازاي والله كما قلت انت فريق الأهلي فريق كبير ما يفتحقش مع التقديم ولا حتى بش نعلقه تاريخه بطولاته تحكي عليه على عكس فريق الاتحاد المنستيري فريق طموح فريق تواب دين ونمدأي معتها يخف التتويجات فريق عنده طموحاته فريق عسكو كل يوم يتطور أكثر وأكثر كورس القدم تعترف بالفاضر والمستقبل كما قلت انت التاريخ هو للأهلي فريق الأهلي ديما يوقع تاريخ كبير نقرأ له ألف حساب كيف كيف زاد فريق الأهلي يلزموا معتها للسرق هذه الفريق كما فريق الاتحاد يريد من استير يحب يبرز يحب يستنى في فرص كما هذه بشي يعطي بشي يعطي الإشعاع متاعه أكثر إن شاء الله معتها نقول الإشارة المقابلة هي مقابلة كورس قدم معتها أولا وأخيرا بين فريقين شقيقين إن شاء الله الغالب تكون للفريق اللي بشي يستغل الفرص والفريق اللي بشيكون أكثر متحكم في عصابه أحنا كنا هنا في المنستير وفي تونس نستنى في الفريق الأهلي المصري باعتبار أن هذه مواجهة تاريخية مواجهة أولى كل الفرق معناتها نتصور تحب تقابل الفريق الأهلي تحب توري روحها تحب تفرض وجودها زدها هي فريق الأهلي ما نتصوره شي بتبعات الحالة هو فريق كبير فريق زده حتى حاليا معطي قديمة فريق كبير في القارة الإفريقية إن شاء الله مش تكون مقابلة شيقة مقابلة ما تخضعش لي حتى معناتها معلي التخمينات ولا التكاهنات الفريق اللي بشيكون جاهز أكثر هو اللي بشينتصر نتصور طيب الفريق بكرة مكتابل للصفوف ولا فيها أي غيابات الحمد لله معناتك كل العاصر هي على دمة الإطار الفني وهو اللي بشيختار معناتها اللي الأحداش اللي بشيكون وهو فوق الميدان إن شاء الله طيب في أبرز الانتدابات اللي عملت حدي من أسترين الموسم الجديد أبرز اللاعبين الراحلين على الفريق والله كان غادرنا العام لفات ثالوس اللي هو رجاعه له للتحقب الفريق الرجاع المغربي ويوسف العبدالي للتحقب فريق أهلي جدا واللعب الآخر هو على ما أظن إجلاسي اللي انتقل إلى دور الليدي هذا من ثلاثة الملعبية اللي كان عمناه ولكنا كانوا يلعبوا أساسيين وتم معطا تفريق فيه في المقابل فما ثمانية انتدابات جديدة في غريق الاتحاد إيرمونستيري معناتها كما علاء الدرينا دريدي كما اللاعب الحارس هو الرقم سين باعتباره أنه الحارس الأول هو البشير بن سعيد وفما طلع من اللاعبين أخرين موجودين معطا تداب كيف كيف في اللاعبين جزائرين كانت تمنى تدابهم بوزيان وبوتيش واللعب الأخير هو على الدين إن شاء الله معناتها يكونوا كل جاهزين وعلى ذمة الإطار الفني إن شاء الله معناتها غضوة عاملة مقابلة مقابلة كبيرة وهذا اللي ننتظر فيه الناس كل من عرش كما قلت لك إن شاء الله الأمور تنظيمية الكل تمت معناتها منذ ثمانية واربعين ساعة معناتها في الملعب الفريق الأهلي جاءت مرن اليوم على الملعب الرئيسي ساعة المباراة وستقبنياهم وكان كل شيء منظم وإن شاء الله معناتها نلقاه نفس المعاملة في مصر إن شاء الله كالعادة يعني فيه رضا من النادي الأهلي على ملعب المباراة راضين عنه والله هو ملعب مصر من جناتي واعتبر من المعامل الممتازة في تونس بعد ملعب رادس وملعب سفاقس يجي ملعب المنستير حتى أنه فريق المنتخب الوطني السلسي كان في الموسم الأخيرة كان يلعب مقابلاته رسمية في ملعب المنستير هو ملعب ملعب ممتاز إن شاء الله نشوفه في مقابلة ممتازة زدت كيون تكون ممتازة عليك جميع العصد إن شاء الله عظيم جدا طيب بالنسبة للحضور الجماعيل العدد هيبقى قدير هو آآ تم حسم الموضوع في ثماني آلاف آآ بعدها متفرج آآ فيهم آآ على أقصى تخدير ميتين آآ من النادي الأهلي المصري وإن شاء الله معناتها تكون المقابلة في كنسة الروح الرياضية هذا هو اللي احنا بتعودين به ومنصوره معناتها مدخل الشارع على القاعدة إن شاء الله هل في تحزيلات معينة للجماعيل اللي رايحها المدرجات النزام في المدرجات والله إحنا في قبل كل المقابلة دي ما نعملوا أعلانات معناتها معطي تحسيسية كي ما نقول وباش ما ما يقعش إلقاء القوارير الفارغة وكذا فانت ما كتعرف انت قوانين الكاف معتها تكون صار معبرشة في الأمور هذه آآ إن شاء الله تدور المباراة كي ما ما تدارت المباراة الأولى في الدوري الأول وتمت بنجاح وما كان فما حتى معناتها حادث معطي يذكر إن شاء الله نفس الشيء معطي مقابلة الأهلية مقابلة المقابلة الأولى ماذا ما نتطورش أنا مشتور فيها أي إشكال إن شاء الله آخر حاجة توقعك لهذه المباراة كنتيجة المباراة الأولى والله أنا المباراة الأولى نتمنى معطي من قبلوش هدفك وتبقى سيبك نظيفة وإن شاء الله بيش يبقى ديما الأمل الموجود إن شاء الله من نحبش من نعطي تكاهن ومن نطلعش في حقيقيه أستاذ أمير الحاجزم أنا أتمنى مواجهة كبيرة مواجهة محترمة بين الأهل واتحاد المنستيري أنا أشكرك شكرا جزيلا أنا الأمير العام لنادي لاتحاد المنستيري التونسي كل التوفيق إن شاء الله كل التوفيق لمباراة محترمة كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي بإذن الله يتخطى هذه المرحلة زي ما قلت لكم مش هينة مش سهلة بس الأهلي أكبر والأهلي أهم وكعناصر الأهلي أفضل كل شيء إحنا لو بس يعني إيه نقلق النهاية دي المواجهة الأولى للكولر إحنا ما شفناش لسه ومجموعة لعبين جدد وتفاصيل كتيرة ونهاية موسم مش عظيمة للأهلي ده اللي ممكن يقلقنا لكن اسم النادي الأهلي يكفي اسم الأهلي وطاريخ فوقتور الله وفوقتور الله يكفي فان شاء الله النادي الأهلي يعبر بأمور ميسرة بإذن الله لو إحنا بنحذر بحكم المستوى اللي أقدموه الموسم الماضي ولكن يبقى النادي الأهلي هو الأكبر في القارة وبالتالي المواجهة بإذن الله تبقى ميسرة ليه بس ياخد حذره ويهتم بالمباراة وأكيد النادي الأهلي مهتم جدا بهذه المباراة ذهابا وقيابا أما الزمالك فالأمور بالنسبة له أكيد أكيد مجهولة أكيد بس أكيد هم بحثوا ودوروا واشتغلوا على هذا الأمر فريق من الفرق المجهولة ما نعرفهاش يعني مش فرقة يعني سمعنا عنها حتى في البطوات الأفريقية عموما يعني ان شاء الله الأمور تبقى للزمالك كمان ميسرة تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المواجهة مواجهة لاتحاد المنستيري هيكون كالتالي في حراس المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفي وفي وسط الملعب عامل السلية وقاليو ديانج وحمد فاتحي أو أحمد عبدالقادر يعني حمد فاتحي أو أحمد عبدالقادر خاطر الهجوم هيبقى فيه طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وحسام حسن ده تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المواجهة زي ما تلقى ياما يلعب بالسلاسي حمد فاتحي والسلية وقاليو ديانج ياما يشيل حمد فاتحي ويحط أحمد عبدالقادر مع برونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ده غالبا التغيير الوحيدة اللي ممكن تحصل في تشكيل النادي الأهلي لهذه المواجهة أما التشكيل المتوقع للزمالك أمام فالمبو البروندي فهو كالتالي في حلاصة المرمى محمد عواد وفي خط الدفاع أحمد فاتح وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المسجد لو لقى بربعة لو لقى طبعا فاتح بيخش في النص محمد أشرف روقة وسيد نمار وزكريا الوردي وابراهيم أنضاي واحمد زيزو في وسط الملعب ومهاجم صريح هو بطبيعة الحال سيف الدين الجزيري ده تشكيل نادي الزمالك المتوقع برامدز النهاردة فيه على الكونفدارة الأفريقية في مستهل مشواره إدري فوز 2-0 على هلال الساحل فغر الدين بن يوسف سجل الهدف الأول والوافد الجديد مصطفى فاتحي سجل الهدف الثاني أمس كان برامدز أعلى وأكد أنه خلاص عبدالله السعيد مكمل مع الفريق وزي ما قلت لكم يوم الأربع اللي فات عندها كتير عايزة عبدالله السعيد وحلو يبقى لعب عنده سوى 30 سنة وقرائب من 38 سنة وكل الأندية تتهافت عليه وكل الأندية عايزة لكن قلت لكم أن البرامدز متمسك جدا بعبدالله السعيد عشان بالنسبة لهم مش مجرد لعب كرة قدم بيقدم مستوات مميزة في الملعب لكن خارج الملعب أيضا هو قائد حقيقي للفريق وبيقدر يلم الفريق في غرفة خلق الملابس وبالتالي أبقى برامدز على عبدالله السعيد كورقة من أهم أوراقه في تشكلته وفي قائمته ده بالنسبة لنادي برامدز وطبعا الأهل والزمالك وموقفهم غدا بإذن الله النهاردة أقيمة عدة مباريات نبدأ بالدوري الإنجليزي الممتاز في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة العشرة منشستر سيتي فاز أربعة صفر على ساوس هامتون وهيه هالند جاب الهدف الرابع والوقت الناس كلها كي بتقول إيه هالند مش هيسجل النهاردة هالند جاب الهدف الرابع وبيب جورديولا بشكل زريف بشكل كوميدي هو غالبا كان بيهزر يعني بعد المباراة بيسألوه على هالند قال أنا زعلان إن هو النهاردة ما جابش هاتريك لا كفاية بقى كفاية عام جورديولا كفاية قال الراجل نايس ياكل ناحنا مش ياكل مش ياكل مش ياكل الناس الراجل يعني الحونة شغالة بتاعت هونة لهيطة شغالة معاه ما بيهداش لا في الدوري الإنجليزي ولا في دوري أبطال أوروبا مكينة أهداف شغالة ومتنتيش وبين جورديولا طالعا بعد الممتش يقول لك أنا زعلان منه عشان ما جابش هاتريك شيلسي النهاردة فاز على ويرفر هابتون 3-0 وطوتنهام فاز على برايتون 1-0 بعد فاركين ده كان في الدوري الإنجليزي الممتازة وأبرز من بارات الدوري الإنجليزي الممتازة في الدوري الإيطالي الجولة التسعة انتر فاز على السولو 2-1 ماشي دي بقى المباراة اللي غريبة شوية ميلاي النهاردة فاز على اليوفي 2-0 مع الرقف مع الرقف يوفينتوس في حالة لا يرسى لها وأليجري لازم يمش هم مشكلة أليجري الشرط الجزائي بتاعه بس ميسميليانو أليجري عامل موسم كارسي مع اليوفي موسم كارسي ميلاي النهاردة كذباية 2-0 بقولك مع الرقف يعني اللي فرج على المباراة يكسب 3-4 مستريح يعني مستريح قتلتكم مدريد في الدوري الأسباني قدري فوزي النهاردة 2-1 على جيرونا وختافي خسر 1-0 قدام ريال مدريد وريال مدريد النهاردة كان عمل مباراة كبيرة ومباراة رائعة أيضا في الدوري الألماني الجولة التاسعة بروسيا دورتمون وبايرن ميونيخ تعادلوا 2-2 مباراة دي حكاية 2-0 وبايرن ميونيخ والمباراة بتخلص ومباراة بايرن بسيطر عليها طول المعارضة وما فيش أي أزمة دورتمون دا قدري يسجل هدف وسجل هدف التاني في الديئة 95 أوليفر كان الرئيس تنفيذ البايرن ميونيخ قاعد في المدرجات نزل من تحت الكرسي وبيسرخ فكينا أوليفر كان طبعا الحارس التاريخي للمنتخب الألباني وبايرن ميونيخ نزل تحت الكرسي من كتر ما تعصب هدف ديئة 25 وبايرن ماسك المباراة يعني بس بيلعبها بأقل مجود ممكن ودورتمون دا عنده كوارس في النتائج في الدوري الألماني والنهاردة كمان شابة ألونسو مع بايرن نيفر كوزين كسب 4-0 هنتكلم كتير على شابة ألونسو وتجربته التدريبية الأولى بس أو في الدوريات الخامسة الكوبرا يعني بس خلونا الأول نروح لحصاد المحترفين المصريين اليوم تعالوا نشوف نهاردة عمر مرموش شارك الثاني في تعادل فولفسبورج أمام أكسبورج بهدف لكل فريق وحصل على ثاني أعلى تقييم في صفوفه صفوف فريقه رغم استبداله بعد 75 ديئة مرموش عامل شغلة حلوة قوين مع فولفسبورج ندايك فولفسبورج في الدول الألماني مش عظيمة بس هو عامل أداء كويس آه أحمد رفعت بقى أول مباراة أول ظهور مع الوحدة الإماراتي قدر النهاردة يصنع هدفين في فولفسبورج الوحدة بقى جماعة مش الجزيرة الوحدة على النصر بربعية نظيفة ده بالنسبة لأحمد رفعت وتقلقه مع عمر مرموش النهاردة كحصاد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية المصريين ربنا يوفق الجميع إن شاء الله طيب النهاردة معانا انفراد في منتهى الأهمية أنا ده مبقولش انفرادات كتيرة قوي بس يعني بإيه عشان بيشغنيش قوي موضوع الانفرادات على قد من نقدم نحرادكم محتوى كويس بس هو انفراد عشان متعلق كتير قوي بأحداث حصلت الموسم اللي فاتت وتعدلها الموسم ده فرقم عشرة النهاردة بينفرد بأهم بنود لأحد الدوري الممتاز في الموسم الجديد أشياء مهمة جدا تعالوا نشوفها مع بعض ونتكلم عنه أولا دي طبعا أبرز البنود مش كل البنود أبرز البنود اللي تفري معنا أو شغلانا يعني دي اللي هتروح للأندية بكرة يا لسه ما رحضش للأندية رايحها للأندية بكرة أول هزي البنود تحديد الأندية المشاركة في بطولتية أفراقيا في حال عدم انتهاء الدوري يتم الاستناد مباشرة إلى ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول دي بقت في اللايح ثاني فائد ما كانتش موجودة في اللايح هي الرابطة بلغت الندية أن الدوري الأول وحصرت المشكلة بتاعة بيراميدز وبرمز عايز شارك في الكونفدرالية وأيضي صحب المركز الرابع عايز عفوا أن البرمز عايز شارك في دوري الأبطال وصحب المركز الرابع اللي هو ما كانتش فيوتشير في الآخر كانت رائع الجيش عايش يشارك في الكونفيدرالية فقال لك لا تعال نحسمها بدري بدري والله اللي اتحال الأفريقي حب بكرة أو يعني في أي وقت يقول أنا عايز الفرق اللي هتشارك من عندكم في البطولات الأفريقية هنقول له من نهاية الدول الأول الفرق اللي هتبقى في الترتيب الدول الأول موجودة في اللايحة والأنضاء هتمضي عليها عشان لو بعد كده اسمعتوا مشاكل هم عارفين وموافقين اللي بعد يشارك يشارك الأول والثاني في دولة أبطال أفريقيا والثالث وبطل الكاس في الكونفيدرالية ودي عارفنا طبعا لو بطل الكاس أو الكاس ما تلعبش أو ما الحيناش نخلص الكاس هيبقى المركز الرابع هو اللي موجود في الكونفيدرالية طيب لو مشينا عليها حداية صاحب المركز الرابع وبطل اسمع دي بقى المركز الرابع وبطل كأس الرابطة هيشارك أو هيشاركه في البطولة العربية دي حاجة مستحدثة عشان يحفزوا الناس لكأس الرابطة يعني اللي هيكسب كأس الرابطة هيشارك في البطولة العربية بقى صاحب المركز الرابع في الدوري وبطل كأس الرابطة هيشاركوا تلقائيا في البطولة العربية لو واحد فيهم ما كانش موجود في أي من البطولات الأفريقية يحق الأندية طلب حكام أجانب بشرط أن يكون الطلب قبل موعد المباراة بـ 14 يوما ويتحمل النادي تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي الذي يحددها التحدي الكروه ده كمان حاجة مهمة جدا في اللايح هتقول لي ايه الجديد هقول لك الجديد أنه ما حددتش مدة أو عفوا ما حددتش عدد يعني ايه يعني لو أنت نادي قررت تدفع فلوس من أول الدوري لأخر الدوري لحكام أجانب تطلب قبل المباراة بإسبوعين وادفع وتعالى ويلا هنحكم لك بحكام أجانب يعسب لك الحرية عشان أي نادي ادهي من حكامنا الحلوين لحكامنا المصريين المحترمين وقال لك أنا عايز حكام أجانب اتفضل بلغني قبلها بإسبوعين ادفع الفلوس عايز تجيب لكل مباراة حكام أجانب تحت أمرك سهلة وواضحة وفي اللائح اللي بعد عدم إقامة مباراة في الدوري الأندية المشاركة في بطلطية أفريقا بين مباراة الزهاب والقياب وذلك بداية من الأدوار الإقصائية يعني بداية من دور التمانية اللي هي الأدوار الإقصائية يسببك من دور المجموعات الأدوار الإقصائية اللي بيخسر يخرج لو في مباراة زهاب يوم كذا وبعدها بإسبوع مباراة كذا اللي هي العودة مفيش بينهم مباراة في الدوري تلقائية يعني مش النادي بقى يروح يطلب أجماعة جنوننا المباراة دائية أصلاحنا منلعب بإسم مصر لأ انت كده كده هون من عندنا هون لو عندك مباراة زهاب وعودة في أدوار إقصائية اللي هي من دور التمانية يعني في دور الأبطالي الأفريقية والكونفيدرالية مش هتلعب مطش بينه مطش في الدوري بينه خلاص واضحة وصريحة في اللائحة يعني مفيش نادي المفروض يعتاري التانية ويقوله نأجل عشان اللي جاي هيخليهم يطلبوا يأجلوا تعالوا نشوف الفريق المشارك في أفريقيا يلعب مباراته بالدوري في اليوم الرابع إذا كان يلعب خارج مصر وفي اليوم الثالث إذا كان يلعب داخل مصر يعني إيه يعني إيه يعني أنت اللقاء عندك مباراة خارج مصر بعدها بربعة أيام تلعب مباراة في الدور يعني أنت لعبت مباراة خارج مصر بعدها بأربع تيام تلعب مباراة في الدولة هتجي تقول لي والله أصل السفر أصل طيران خاص أصل طيران مش عارف عمل فيه إيه انت بعد أربع تيام بيعاندك مباراة في الدولة طيب لو المباراة في مصر بعدها بتلعب تيام بيعاندك مباراة في الدولة تلقى أي أنا هو يعني حضرتك كنادي سين أو ساد أو ضاد أي نادي حراك في همت الليحة وشفتها أرجوك ما تجيش تقول عايز أجل مباراة عشان خاطر مصلحة منتخم مصر انت عارف بالمناسبة يعني الاندك في أوروبا في الدولات الخمسة الكبرى كلهم لحد ما نوصل لكاس العالم هيلعبوا كل تلت تلت يام مباراة الاندك اللي بتشارك تحديدا في البطوات الأوروبية كل تلت يام مباراة لحد كاس العالم متفاهمين وعارفين ومتدايقين ومتدايقين بس مش هيدروا يطلبوا انهم يأجلوا حاجة هتسمع الكلام مش منرزل عليك يعني بس دي الظروف ده الوضع وبالتالي حنتحمل الوضع بتاعنا ونتفهمه ونمشي برضو بنفس الالتزام مش حابين نرهك اللعبين مش حابين نتعب اللعبين مش حابين الموضوع يتقزم مش عايزين يبقى فيه ناس بتتصاب كتير كل ده كلنا مش عايزين ده كلنا أكيد يعني بس خلونا نخلص المسابقة في معدن ان شاء الله اللي يكون في آخر ستة نخلص الأمور تبقى كويسة ونلعب مسابقة محترمة ما فيهاش أسبوع تالت وإسبوع خمسة وعشرين بيتلعبوا في نفس الوقت ما فيهاش بقى الحاجات الغريبة اللي احنا عايشين فيها بقى إنا كذا سنة دي مرة واحدة بس مرة واحدة نلتزك كل فرقة عندها قائمة مليانة لعبين وزع بقى وزع فرق كده على قندية أوروبا اللي هتليه بيرايح دي بروي اللي هتليه بيرايح بنزيم اللي هتليه بيرايح مش عارف مين عشان خاطر وعنده ضغط المباريات بيوزع لعبته ما بيجيبش 11 لعب ولا 13 لعب وقعد يلعب بيوم كل المباريات ويقول لك أسهل لعبتك كسرت والدغدغت واللي أقر بدانية عندي وقعة عشان ضغط المباريات تمام أنت لتلعب ب13 لعب هاي دي مشكلتي كمنظم يعني لمسابقة أنا منظم لمسابقة سيبلك لعب كتير سيبلك قايمة 30 لعب سيبلك بقى عيش ووزعه زي ما أنت عايز فلو سمحته أهو بسم الله الرحمن الرحيم القرعة هيتعامل بكرة قرعة الدوري بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على خير كده ومن غير دوشة ومن غير يشمعنا وصلين تأجلت لفلان تم تأجل لنا كمان ونلف نفس الدائرة اللي بنلفها كل موسم مرة واحدة عشان مصلحتنا كلنا ما أخد بالك المسابقة لو منتظمة أولا قيمة الدوري بتاعلى دوري المصري ده قيمته التسويقية تعلى فلما قيمة الدوري التسويقية تعلى الأندية بشكل تركائي هتستفيد ماليا فقيمة الأندية دي كمان هتعلى فكل الناس هتبقى مبسوطة وتكسب اللعيبة هتلعب الناس تفرج على الدوري بتاعنا هنيجي بعد كده هنزبط ملاعب هنزبط كاميرات هنزبط صورة نبقى دوري حقيقي بقى دوري جميل خدنا خطوات السنة اللي فات بصراحة في ده بس تعالوا نحسنها أكتر السنة دي والسنة اللي بعدها نقعد نحس بس نساعد بعض كلنا هنطلع كسبانين انسى انسى إنه في فرقة لو لعبت في ضغط المباريات والتزمت هتبقى متضررة في الآخر قدام مش هتتضرر ليه؟ لو أنت اتضغطت الموسم ده واستحملت شوية واستحملت شوية هتلاقي الموسم اللي بعده إن شاء الله مايبقاش فيه نفس الضغط لك يا أنت كل شوية هتقول لي أجل 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 فأنت كمان بتتضغط والمسابقة بالطول وتيجي السنة اللي بعدها تضغط تضغط تاني وهنفضل نلف نفس اللفة زي ما قلت لك ده عموما يعني ده كان انفراض رقم عشرة بخصوص لائحة المسابقات في الدوري الممتاز الموسم الجديد أبرز أبرز الملود في هذه اللائحة اللي يمكن تهمنا احنا كمتابعين لكرة القدم والدوري المصري هنروح ليه؟ أخبارنا النهاردة وهي لعبه منتخب مصر فوضوا الكابتن محمد شناوي أحد كباية منتخب مصر للحديث مع اتحاد الكرة بشأن المستحقات المتأخرة اللي لعبين خلال المعسكر المقبل هم عندهم مستحقات متأخرة من كأس الوامر الأفريقية الأخيرة محمد شناوي ما بيتواصلش مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وبيتواصل مع اثنين خالد درندلي وحازم إمام عشان يحل هذه الأزمة اللي مدايقة اللعبة بصراح وانا بتركهم قبل كده حقهم ولازم يخدوه وكادر حازم إمام كان معايا في مدخلة وقال لي انه هم بصدد صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن ده بالنسبة لي خبرنا خبر اتحاد الكرة ومحمد شناوي وتفويده للبحث عن مستحقات اللاعبين ساعات الأخيرة في النادي الأهلي بتشهد محاولات مكسفة من أمير توفيق مدير التعاقدات لإتمام خروج محمد محمود وزياد طارق عارة في الفترة الحالية للموسم المقبل إن شاء الله النادي دي عنده عدد عروض من عدد كبير من العروض من سرماكولو باترا وفيوتشر وسموحها للعبين خصوصا زياد طارق اللي فيه رغبة كبيرة من سموحها للتعاقد معاه خلونا نشوف الأيام اللي جاية نفس الأمر بالنسبة لي صلاح محسن النادي الأهلي بيعقدوا معاه جلسات مكسفة جدا عشان يقنعوه بالرحيل عن الفريق على سبيل الأعارة الموسم اللي جاي صلاح محسن عنده حكاية عنده حكاية شايلها لكم لبكر نتبخها بس ونشوف تفاصيلها كلها يعني زمالي حتى كنا نتكلم فيها قبل ما ندخل قطرهم تعالوا بس الأول إيه نجمع فيها معلومات أكتر عشان نقدم لحضراتكم حاجة بس صلاح محسن عنده حكاية عنده حكاية وحكاية مهمة جدا طيب نكمل ده بالنسبة لصلاح محسن السوبر وكانت كلام على كاس السوبر هل هيبقى فيه مقترح أنه يبقى من أربع فرق كانت سهل فقالك كان المفهود يبقى أربع فرق وفيه فرقتين ما شاركوش في هذه البطولة ولعب الأهلي والزمالك كاس السوبر غالبا المكتب التنفيذي هكرر أنه تبقى البطولة من فرقتين بس عشان ما يخشش في القصة بتاعة الأربع فرق دي مرة أخرى بس الكلام ده لسه بيصدد البحث فيه ده بالنسبة لكرة الياد طيب نكمل مع حضراتكم مصدر بنادي الزمالك قال لنا في رقم 10 نادي الزمالك في الأيام الأخيرة عرض عليه لعب جزائري تحت السن وإن إدارة الكرة في الزمالك رفض الدخول في مفاوضات معاه خلال الوقت الحالي وقررت المفاوضات أو قررت تأجل المفاوضات لشهر يناير اللي جاي مش مستعجدين الزمالك على ضم لعبين جدل مش عايز مكان بدون دع أو بدون دراسة جيدة وده شيء جايد جدا وتفكير جايد جدا من نادي الزمالك أيضا مصدر في نادي الزمالك قال لنا رقم 10 إن إدارة الكرة في النادي يعني بتتركب قرار رابطة الأندية الخاص باستكمال مسابقة الدوري خلال كأس العالم فريران ما كانش مقتنع قوي بالقصة دي عشان يعني متوقع النسيف الجزيري وحمزة المسلوسي بتنضموا للمنتخب التونسي في كأس العالم وكان معايا أحمد مسؤولي رابط الأندية وقال لنا إنه لو اتنين لعبين فقط في المنتخب أو يعني هيمشوا من الفريق لأي منتخب خلال كأس العالم ده مش هيدر بإقامة مباريات الدوري خلال كأس العالم بكرة هنعرف بكرة هنعرف في قرية الدوري هل هنلعب مباريات في كأس العالم ولا لا أنا أعتقد أنه هنلعب مباريات في كأس العالم في أغلب الظن حبا في الكرة مش هبقى مبسوط ولكن حبا أكتر في المسابقة بتاعتنا إنها تخلص وننجزها هبقى مبسوط أنت متخيل؟ يعني إيه أنا زي أي أي مشجع كرة في العالم منحبش أن يبقى عندنا بطولة شغالة وكس عام شغال ومباريات بتكسير عظام يعني مباريات ممتعة جدا في كأس العالم وإحنا هنا نلعب مبارياتنا المحلية ده في حب الكرة مش حلو بس حبا في المسابقة وإنجزها حلو يلا نزق نزق مع بعض واللي من دائم من حاجة نكملها وبصراحة لعب أو اتنين حتى لو من أهلي والزمالك خسران خسرانهم خلال كأس العالم تعدي تعدي بصراحة لقد الله تبيرهم المسابقة أنا فيها من كل عنص مهمة ومؤثر بس تعدي تعدي وإن شاء الله الأمور تبقى جيدة ونعرف بكرة في قرعة الدوري اللي حيحصل مصدر في نادي الزمالك قال لنا كمان إن إدارة نادي قررت يعني تفتح مطجر خاص لجمهيد النادي يتم فيه بيع المنتجات والتشيرتات وكافة التفاصيل المتجر هيكون غالما فيه سور النادي في المنتجة المهندسين فكرة حلوة وحلو إن يبقى كل نادي عنده جوا النادي بتاعه أو قرائم من النادي مكان يبقى الناس بتشري فيه المنتجات ذا بيحصل في أوروبا وكل الأندية اللي موجودة في أوروبا وحتى أنداء عربية كبيرة دا كان لازم يحصل خطوة أخر بس إنها تحصل دا شيء جيد جدا من نادي الزمالك جوزفالدو فريرا مدير فن نادي الزمالك رفض المغامرة بالرباعي محمود حمد الوينش وعبدالله جمعة وشكبالة ويمام عشور بسبب الإصابات وبيرفض حتى مشاركتهم في مباراة الإياب كل واحد فيهم عنده أصابة مختلفة يعني فيه إصابات عضلية في هذه المواجهة هو عايز إنه اللعيبة ما تشاركش لما تبقى جاهزة مية في المية وده شيء رائع جدا قائمة الزمالك دلوقتي بقى فيها زخم وفيها عناصر كتيرة مهمة مش محتاج تاخد ريسك السنة اللي فاتت طبعا نلضيكم فقول نادي الزمالك السنة اللي فاتت وعمل موسم عبقري كان قائمة وليلة جدا بسبب إيقاف في القيد ورحيل عدد كبير من اللعبين لسا مكملين مع حضراتكم أخبرنا من نادي الزمالك ومصدر في نادي الزمالك قال لرقم عشرة إن النادي استقر على تعديل عقد إمام عشور لعب وسط الفريق ويستحق يستحق اللاعب عامل موسم رائع جدا هيعدله العقد ماليا وهيرضوه زي ما بيقوله يعني بعد المستوى الرائع اللي عمله وشيء رائع جدا إمام ما عملش أزمة ما عملش مشكلة وما تكلمش فكون النادي الزمالك يعمل خطوة دي فشيء رائع جدا ترى فين إمام أصلا بيدفع جزء من مستحقاته أو جزء من عقده لنادي غزل المحلة ناديه السابق عشان يعني يكمل الدين اللي كان بين نادي غزل المحلة ونادي الزمالك ده بالنسبة لإمام عشور أما الاتحاد الدولي لقوات قدم فيفا فأرسل خطاب رسمي للنادي المصري البورسعيدي قال له خلاص أغلقنا ملف مستحقات معين الشعباني المصري حلو أن المشكلة تتحل وحل أن الأزمة تخلص المصري هو بيعمل فريق محترم وفريق كبير عشان يرجع تاني واحد من الفرق الكبيرة في الدوري الممتاز ما يبقاش عنده أزمات من النوع دوت ونا متأكد المستحقات ما كانتش كبيرة ومعين الشعباني واحد من أهم المديرين الفنيين المحترمين في القرى الأفريقية اسمي كبير واسم رائع جدا وما كانتش موفق يمكن مع المصري ربما لظروف كثيرة جدا بس أنت بتتكلم فيه 226 ألف اللار أنا أعتقد أنه الأمور سهلة بالنسبة لنادي المصري وسط الصفقات العديدة والكبيرة اللي بيعملها المصري المصري ضخ كثير كثير من الأموال في سوق الانتقالات هذا الموسم عشان يعمل فريق جديد وفريق محترم بقيدة كابتن إهاب جلال اسم كملين مع حضراتكم ونادي ببراميز أعلن صباح السبت تمديد عقد لعيبه عبدالله السعيد زي موضح حوالكم لمدة موسم عشان يستمر مع النادي حتى 2024 لعب كبير ولعب رائع ولعب مميز واحد من أحسن اللاعبين المصريين آخر 10-15 سنة مستوى ثابت دائما سواء مع النادي الأهلي مع النادي بيراميز مع منتخم مصر طول الوقت بيقدم مباريات كبيرة وميزة عبدالله السعيد هي الكبيرة أنه ما بيسمعش وما بيتكلمش يا سلام يا سلام لو كل اللاعبين كده يا سلام الناس تهجمه وتنتقده وهو صح هو غلط هو ما بيسمعش هو مركز في الملعب ما بيطلعش يتكلم ويعمل قلق ومشاكل وأزمات هايل مش بقولك كان صح ولا غلطان في حاجات سابقة مش دي الفكرة بالنسبالي مش بقيم مواقفه أو خطواته هو حر فيها بس بعد ما تاخد الخطوة لا تسمع عشان ما تتقصرش ولا تتكلم عشان ما تغلطش عبدالله بقى بيعمل الكلام ده بشكل مثالي جدا النهاردة باين محمدي مدافع النادي الإسماعيلي كتب على صفحته بموقع فيسبوك في الساعات اللي فاتت يعني كلام مهم جدا تعالوا نشوف رغبات الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب الإسماعيلي بالرغم من العروض التي تأتيني وقال كمان قام النادي الإسماعيلي بتقدير مدان بشكل مردي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعدها قال كمان مستحقات المتبقية لدى النادي من الموسم الماضي 2 مليون 800 ألف جنيه وقال كمان طريت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسؤول فيه النادي الرحيل وأؤكد رغبته فيه الاستمرار مع النادي ويشهد على ذلك المهندس خالد زين والأستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد الربو وأخينا قال السؤال المهم هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطر لبيع لعبيه الإجابة عند مجلس الإدارة سؤال سؤال زكي سؤال زكي من بقية المحمدية سؤال زكي وفيه ايه فيه دهاء فيه دهاء خد بالك أقول لك حاجة من الكواليس الإسماعيلي ضم عدد كبير من اللاعبين المميزين المهمين بس المعلوماتك حتى هذه اللحظة أغلبيتهم ماخدوش من مقدمات العقود بتاعتهم واحد اثنين معظم اللاعبين دول جوم بعقود كبيرة جدا هتقدر تسدد على مضايا الموسم ولا لأ ثلاث هل زي ما بقى قال هتضطر تبيع نجوم من الفريق عشان تسد الضائقة المالية دي خد بالك السؤال يسألوا بقى المحمدية دوت من الآخر كده يقصد بيه هو أنت رايح تشتري اللاعبين جدد وما سددت ليش مستحقات أنا واللاعبين الآخرين بس ما مالقاش بالصيغة دي أنا بترجم هالك يعني بصراحة آه آه لو أنت رايح تشتري اللاعبين جدد برافو عليك إضارة كف وهيلة واشتروا اللاعبين مهمين بصراحة بس لازم تسد لأول المشاكل اللي عندك المستحقات المتأخرة لللاعبين وما ينفعش أنا أبقى لاعب بلعب معك في الفريق وعندي مستحقات أو لها مستحقات ملايين كبيرة واشوفك بتشتري لعيبا ملايين هسأل وقوليش معنى يعني لو استحملت قبل كده عشان خاطر حبي للنادي بعد كده مش هستحمل عشان شايفك قوليدي بتدفع فدي نقطة مهمة جدا وبصراحة أكتر بقى ودي نقطة يعني اتكلمت فيها كتير وهفضل اتكلم فيها يا جماعة مش عيب أبدا مش عيب أبدا وانت بتشتري عدد كبير من اللاعبين عشان تجدد الفريق تبيع واحد من نجوم الفريق تبيع واحد من نجوم الفريق برقم كبير جدا عشان تسد التزاماتك المالية الباقية مش عيب ولازم تبقى صريح وواضح قدام جماهيرك وتفاهمهم من الوضع تقول لهم والله أنا عندي باقي المحمدي من الركاز الأساسية في الفريق وانا عارف اننا لو باعته هتزعله جدا بس مراكز أخرى مش هعرف أستدقى بلاعبين جدد واضحة وصريحة وسهلة بس المشكلة في إيه أنا بتكلم مش بس عن الإسماعيل أنا بتكلم على معظم إدارات الأندية الجماهيرية تحديدا دي تقول لك إيه أنا لن أستغنى عن أي نجم من نجوم الفريق هما الرقائز الأساسية للفريق براب معايك بقى اللي خليك ما تستغناش لا معايش طب انت بتقول كده على أساس إيه عشان الجميل ما تزعلش طب ما الجميل هتزعل لما أنت هتخسر لما اللعبة دي تبقى متضايقة ويا في أرض الملعب ويمتخدش مستحقاتها ما فيه كارثة أكبر فيه أزمة أكثر فتبقى واضحة دي الأندية ودي الإدارات اللي تشتغل بمشاريع وحاجات واضحة أنا والله هبيع واحد واشتري خمسة الخمسة دور ممكن يبقى برومسي ممكن يبقى أحسن من الواحد اللي ماشي بس الواحد دوت هيسدلي الضائقة المالية وهيخيناها سدد لباقي اللاعبين اللي مش هينزلوا الملعب وهم متضايقين تفاصيل سهلة واضحة بس الفكرة أنك تقعد تشتري ومش عايز تبيع وإنت أصلا معاكش فلوس منفعش منفعش طيب معنا بعد الفاصل واحد من نجوم الأفاركة فيه الدوري المصري كان متقلق جدا مع المصري البورسعيدي وبدأ رحلة جديدة مع نادي الاتحاد سكندري فيه الموسم الجديد أنا جيري أستن أموتو لعب الاتحاد الحالي ولاعب المصري السابق معايا بعد هذا الفاصل خليكم معايا موسيقى زي أنت لكم قبل الفاصل واحد من المهاجمين الكبار فيه الدوري المصري واحد من المهاجمين الأجانب اللي كسبهم الدوري المصري أنا جيري أستن أموتو لاعب نادي الاتحاد سكندري الحالي السابق للنادي المصري البورسعيدي أستن أهلا ممشرفني ومنطهرني نانكيو جدا طيب أستن أموتو هنتكلم معك كثير عن أمور كثيرة تخص انتقال نادي الاتحاد وطبعا طبعا ما يقدمه مع نادي المصري البورسعيدي نشوف تأييد عن أوستن أموتو ونرجع نكمل كلام فصل جديد من رحلة المهاجم النيجيري أوستن أموتو هيبدأ في الكورة المصرية بعد منضم بشكل رسمي لصفوف الاتحاد السكندري بعد سنين من التألق واللمعان مع المصري البورسعيدي أوستن أموتو اللي وصل الدوري المصري من بوابة النادي البورسعيدي عام 2019 قدر يظهر نفسه بشكل واضح من أول يوم له في الدوري المصري ويحط نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في الدوري بستايل مختلف كلاعب قوي بدنيا وعنده سرعة كبيرة وكمان عنده تفوق كبير في الالتحامات الهوائية والأرضية أول موسم للمهاجم النيجيري مع المصري كان ليه الدور الفعال الأكبر في مشوار الفريق البورسعيدي لربع نهاء الكونفيدرالية بعد ما سجل خمس أهداف خلال 11 ماتش كمان كان له تأثير كبير في المشوار المحلي بالدوري بعد ما سجل ثلاث أهداف وصنع هدفين علشان يفرد نفسه كواحد من أهم المهاجمين في البطولة من أول موسم وجي الموسم اللي فات وقدر أموتو يكمل بنفس القوة التهديفية بعد ما سجل خمس أهداف وصنع ثلاثة علشان يفضل مكمل بنفس الإقاع ولكن كانت المحطة الأخيرة لوف بورسعيد وقرر يبحث عن تحدي جديد له أموتو اختار نادي ساحلي تاني هو للتحاد اللي بيملك جماهرية كبيرة ما تقلش عن جماهرية المصري وطموح عالي من جماهيره لعودة زعيم الثغر مرة تانية بين الكبار في الدوري المصري أموتو هيكون معنا النهاردة في رقم عشرة ضيف على كريم رمزي علشان نسأله عن رأيه في التجربة الجديدة وأكبر التحديات اللي هتواجهه وكمان كواليس التلات مواسم اللي أضاها مع المصري البورسعيدي يعني بحضاتكم مرة أخرى قصة عملت أداء رائع جداً مع النادي المصري وكنا شايفينك دائماً واحد من أحسن مواجمين الأجانب في الدوري المصري ليه انتهت مرحلتك مع النادي المصري بهذا الشكل اللي كان فيه كثير من المشاكل هذا كان مفاجأ بالنسبة لي بالدرجة الأولى بعد ثلاثة سنوات من اللعب في فريق المصري بعد ثلاثة سنوات ونصف تركت فريق المصري وقلبي منكسر لم أكن أشعر أنني سوف أخرج من الأبواب الخلفية وأن أترك اللاعبين زملائي والمشاجعين من فريق المصري هذا أثر فيه كثيراً ويجب أن أقول أنني كانت الدموع تترقرك في عيني وأنا خارج من المصري بس أنت أكيد عندك معلومة حد تتكلم معاك حد تفهمك قال لك والله إحنا سايبينك من الفريق لربما أنه فيه أفضل منك هينضم للفريق ربما أنه فيه مشاكل أنت عندك في الاتزامات يعني إيه الأزمة إيه الأزمة اللي خلت يبقى فيه مشكلة بينك وبين المصري مع نهاية المشوار هذه هي المشكلة أنا دائماً أسأل نفسي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع لأنني بعدما قضيت ثلاثة سنوات ونصف لم يحترمونني في فريق المصري بعدما ضحيت كثيراً ولم حتى الآن لم يتحدث أحداً من ويقول لي لماذا تركت الفريق وذهبت لبلادي ولا أعلم ما الذي حدث لم يخبرني أحد بأي شيء لم يقول لي أحداً شيء عن الأرقام لم يقول لي أحد أموت أنت لست في الفريق أنت لن تشارك معنا لم يحترم معي أحد لذا فحين رجعت مرة أخرى إلى مصر كان هناك الكثير من الكلام حولي وكان الكثير يقولون أنت لم تعطي أريك للمصري وأنا كنت متفاجئ قلت لهم لقد قدت عقدي في يناير ولم يقل أحد لأنني لست في الفريق المصري وهذه كانت هي المشكلة هل مثلاً أدائك مع النادي المصري في الفترة أخيراً هل مثلاً كابتن حسام حسن وقت مكان مدير فاني لنهاية المصري في نهاية مشوارك هل طلب مثلاً رحيلك؟ هل العلاقة بينكم ما كانتش جيدة؟ هل أنت المستوى اللي قدمته مع كابتن حسام حسن خلاه مثلاً يطلب رحيلك عن الفريق؟ ولا شايف أن هي أزمة إدارية بحتة؟ لم أعمل معه لمدة طويلة ولكن صدقني هو واحد من أفضل المداربين الذين عملت معهم في مصر لذا حين جاء لفريق المصري أنا كنت على وشك أن أغادر لأن كان هناك بعض المشاكل مع المصري وكنت أود أن أغادر وكان لدي عرضان ولكن عندما جاء قال لي كان أتحدث معي في الموسم السابق وطلب مني أن ألعب في الاتحاد وحين جاء كابتن حسام إلى المصري قال لي أموت أنا أعرف أنك تريد أن تغادر ولكن أريدك أن تبقى معي حتى نهاية الموسم وقلت له نعم سأعمل من أجلك لذا عملت معه وشك عني كثيرا ومنحني كل شيء كنت أحتاجه وكنت قد بدأت في فقد كل شيء وكنت لا أشعر بالسعادة وكان هذا بعد ثلاثة سنوات ونصف لما يحترمني الفريق المصري ولم يحتضنونني وأخرجوني من منزلي وأخذوا سيارتي وكانت هذه تحديات كثيرة ولكن عندما جاء استطاع أن يؤمنني ويحلوا بعض المشاكل الصغيرة وقعدني أفهم أن الكرة المصرية بخير ولكن تغيرت الأمور بعد أن ترك يعني أخرجوك من منزلك وخذوا سيارتك وانت بتلعب في الفريق خذوا المنزل بتاعك والسيارة بتاعتك وانت بتلعب مع الفريق نعم حدث هذا مرات عديدة يأخذوا سيارتي يعني أنهم يقعوا لي ولا أعلم أين سيارتي وحين أعتصد بهم يقولون لي المصري لم يدفع الأموال لمدة ثلاث سنوات وكان هذا يحدث مرات عديدة وكانت ذوغتي في البيت وكان صاحب المنزل يأتي ويحرق زوغتي وكان هذا شيء محرق ويدا من نسبة لي كيف يمكن أن أركزه كيف يمكن أن ألعب قراب في مثل هذه الظروف هناك بعض المشاكل تحدث مع زوغتي ويقولون بعض النتش يقولون لها يجب أن تترك هذا المنزل وكان هذا أمر مزعج جدا بالنسبة لي كانت هذه التحديات ولكني لم أكن أريد أن أتعدث ولم أكن أريد أن أخلق المشاكل بالرغم من كل هذه التحديات كنت أحاول أن أنساها وحين كانوا يستعون مع المشاكل كنت أحاول أن أتجاوز الأمور أتخيل أتصور أن لم يتم دفع أموال اللاعبين مدة ستة أشهر أنا كنت ألاعب الوحيد الذي بقى فيها المصري لم أكن أصدق أن هذا ما سيكون هو الرد طيب هل كنت في الوقت ده بتتواصل مع أحد مسؤولي النادي المصر بتتكلم مع مسؤول بعين وبتقوله أنه الكلام ده هو تعمل لك إزعاك مش عارف تشتغل مش عارف تأدي شغلك بشكل كويس وكان رده إيه عليك نقشت هذا الأمر معهم بالطبع لأنني كان لدي عقدا ويقولون لي لا توجد مشاكل سوف نحاول أن نحل هذه المتاعب ولكن هذا أثر في كثيرا أنا كان لدي عقد مزيف وقت على العقد في يناير وكان لدي عقد لمدة عاما كان ينتهي العقد في 2024 وقمت بتوقيع عقد جديد وهذا ليس أمر احترافي بالنسبة لي أنا لا أعلم أنا لا أعلم أحد في هذه البلاد إلى فريق المصري وكان هذا شيء محرق بالنسبة لي أنا كلاعب محترف كنت كان يتم منحي عقدا مزيفا من فريق كنت أحب وأحترمه لم يكنوا يحبونني في يوم ما أعطوني عقد مزيفا فقالوا هذا العقد ليس موثق من اتحاد القراء أنا لدي عقد لقد وقعت عقد معكم ولكن أنا لم أذهب للفيفا لأنني كنت أحب الناس الذين أعملوا معهم ومحافظ بورسعيد فعل كل ما يمكن لكي يجعل فريق المصري يستمر ويؤدي بشكل أفضل وكان هذا الرجل هو كان هذا المحافظ هو الشخص الوحيد الذي قد دمنا الدعم المالي المحافظ كان يعطينا حوافز ومرتبات وكل سنة عشر كان يمنحنا مرتب شهر كان يحاول أن يحسن من أداء فريق وبعد كل شيء كنا نحاول أن ندفع بالأمور ونصارع وبعد كل شيء كان هذا هو ما حدث لهذه كل القضية هل المشاكل أنت كنت تعرض لها كنت تعرض لها لوحدك هل هي أسباب شخصية بينك وبين دورة النادي أو كان عدد كبير من اللاعبين عندهم نفس المشاكل بتاعتك المشكلة تكمن في أنه حين جئت لفريق المصري في البداية كان الموسم الأول مع فريق المصري موسم جيد جدا لأنهم أهل بورسعي جعلوني أشعر أن فريق المصري أسرى واحدة وحين جاء أني عرضا من أسل السعودية وكان يقدمون لي عرضا ساخيا جدا وفريق المصري رفض هذا العرض وحينها لم أكن أفكر في المال لأنني كنت أرى اللاعبين المختلفين وكنت أقول لنفسي أن إذا ما كانوا هؤلاء اللاعبين يتعاملون معه بشكل جيد لماذا أغادر هذا الفريق؟ هم يجعلون أن أجعر بالسعادة ويدعمونني بنسبة ماء في الماء سأبقى معهم وكان هذا في زمن كابتن إهاب وقال نريد أن نمنح أموت بعض الشيء لكي يبقى في الفريق وبالفعل بقيت في الفريق المصري وبدأت وهنا بدأت المشاكل تحدث حين تغيرت إدارة النادي ووجود رئيس جديد كان هناك بعض المشاكل هنا وهناك وحين جاء رئيس الفريق كنت في ناجيريا وكنت أتحادس عبر سكايب وكانوا يطلبون مني أن أعود تعالى يا أموتو نحتاجك وأنا كنت أريد أن أغادر لم أكن أريد أن ألعب لأنني كان عندي مشاكل مع علي ماهر هو مدرب رائع ومدرب جدا ولكن أعتقد أنه كان هناك شيء لم يغبرون به هو كان يستخدم بعض السياسات الغير مناسبة معي حين جئت كنت واحدا من أفضل لاعبين وكان يتحدث معي كأب وكان يقول لي أموتو هذا المبرى كانت رائع جدا ونحتاجه أن نفوز وكنت أقول له حسنا سيد الكابتن سأحاول وكان هناك مباراة مع حرس الحدود حين أحرست هدفا كان يشكرني وبعد ذلك تغير كل شيء أعطوني العقد الذي تحدثت عنه وأصبحت عدوه اللدود وكانوا يتحدثون لأصدقائي وكانوا يشتكون مني كثيرا ومن كل ما أفعله وحتى لو أن أفعل شيئا وكان يقول لي اذهب للبيت لا أريد أن أراك وهنا بدأت المشاكل وكانت مشكلتي في النادي وسعادتي أن اللاعبين كانوا يحترمونني ويحبونني ولهذا كنت أود أن أبقى في فا المصري بغض النظر عن تلك المشاكل فإني لازلت أحبهم أنا لست خارج الفريق كنت أعتبر نفسي ما زلت معهم لأن المصري الفريق الذي بدأت فيه في مصري لذلك فإني أحترم وأحترم لعبيه وأحترم أيضا السيدة المحافظ وأتمنى لهم جميعا حظ سعيد بجانب زميلك في الفريق اللي كانوا بيحترموك ويحبوك أنا أعلم جيدا أن جميع النادي المصري بتحبك جدا وبتتعامل معك كويس جدا كنتعلق تقييم جميع النادي المصري وقت ما كنت بتلعب مع الفريق نعم كما قلت حين جئت إلى فريق المصري في اللحظة الذي وصلت فيه إلى المصري كان لدي علاقات مع لعبي الدفاع وبعض المشجعين جاءوا وكانوا يريدون أن يدفعوا لي الأموال وأن تعطونني هدايا ولكن بعد هذا أصبحت سعيدا جدا في النادي وأصبحوا المشجعين في مدهى اللطف معي ولم أكن أقول لهم ما الذي يحدث داخل النادي ولكنهم كانوا يشعرون أن الأمور تقري على ما يرام وحين كان أدي مشكلة مع علي مهر كانوا يراني المشجعين أتدربوا وأقول لهم القصة طويلة وكانوا يتسألون ما الذي يحدث في النادي ما الذي يحدث لماذا يتم معاملتك بهذا الشكل لذا أعتقد أن هذا كان الوقت المناسب بالنسبة لي أن أكبرهم عما يحدث وكان الأمر يتعلق بقضية العقد لدي كل شيء أستطيع أن أذهب إلى الفيفيا على سبيل المثال وكان أستطيع أن أطالب بأموالي أعتقد أن شكوتي للفيفا سوف تؤثر على النادي وأنا لا أرحب بهذا حين تقابلت حين تقابلت مع السيد المحافظة كان يدفعني دائما للأمام ويعملون معاملة جيدة ولا أعتقد أن هذا ما الذي يجب أن أفعله ليه لما أدارة النادي المصري الجديدة كلمتك ووقت الإدارة الجديدة بتعمل صفقات عديدة بتعمل فريق كبير ممكن فرصك في التسجيل الهدف يبقى أكتر مع فريق محترم وعنده عناصر كويسة جدا لماذا قررتش تبقى مع النادي المصري مع إدارة جديدة نعم لأن الإدارة الجديدة لم تكن تريدني لم تحبني يوم ما ولم يتحدث معي أحد حتى الآن لم يتحدث معي أحد منهم حين سمعت هذا من الناس في الخارج ذهبت لهم وقلت لهم قلوا لي ما الذي حدث ولم يجب أن أحب شيء حتى حتى الذين تحدثوا عن صفقة مع إبوكا كانت هذه الصفقة لمصلحتهم ولم يكبرني أحد حول هذا الأمر أيضا قال لي أحدهم أموتو إمبي يريد أن يأتيك أن يستقلبك إليه في صفقة تبدلية مع إبوكا وسوف يعطونك مكافأة وسوف تمنحوا المال وقلت لا مشكلة لأنني كنت أرى اللعبة لا تريد أن يلعبونها معهم كانوا يريدون أن يتاجروا بي دون مقابل ولكن أنا يجب أن أنا كنت أغادر أن أعرف كنت أريد أن أعرف ولكن كان علي أن أتخذ هذه الخطوة وأن أجلس مع إمبي ولم يقوم فريق إمبي بأي إجراء طبي بالنسبة لي واندهشت اندهشت هنا قيل لي أنا قيل لي أنا لدي حالة مرضية جاء الطبيب لي بالفعل وأنا قلت للطبيب أنني شعرت ببعض الألم ولكن لم تقل لديه مشكلة وأعطيته نتائج الأشعة التي تم إجراءها لي وقال أن الأمور على ما يرام قال هي ومجرد إجهات في العطلة ثم ذهب ولم أعرف ما الذي قاله ولكن لم يتحدث إليه مرة أخرى وخرج البعض يتحدثون على التلفاز بأن أموت لديه حالة مرضية في فريق إمبي ولكن هذا ليس حقيقي كان هناك الكثير من الكلام وأريد أن أقول أن هذا لم يحدث طيب من الحاجات المهمة بعد الوقت أن أنت خلاص مرحلة جديدة مع الاتحاد السكندري مرحلة مهمة مع الاتحاد السكندري الاتحاد عنده طموح وأنت عندك نادي جماهيري كبير زي نادي المصري نادي جماهيري كبير وزي ما كانت جماهيري المصري بتعشاك وارد جداً جماهيري الاتحاد كمان تعشاك تمحاطك إيه مع الاتحاد كيف حدث هذا الانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري حسناً أولاً يجب أن أقول شكراً جزيلاً لرئيس نادي الاتحاد أعتقد أنه هو الشخص الذي قام بكل هذه الرحلة وجعلها ممكنة لكي أصل إلى الاسكندرية حين جئت إلى مصر كان هو الشخص الذي وضعني في الفندق حيث في الوقت الذي لم يمنحني أحد حتى فريق المصري ما كان أستقر فيه حتى في الموسم الماضي جاء وأخذني إلى الاسكندرية وكان لا يزال مهتماً بي وأقدر ذلك كثيراً ورأيته أرى حين أرى فريق الاتحاد أرى اختلاف الألوان أخضر وأبيض ولكن يبدو كاختلاف الأنواع ولكن سعيد لبقادي في هذا الفريق وفريق الاتحاد المدربين واللاعبين رائعين وهم يعملون بشكل جيد جداً والمدير الرياضي للنادي شخص رائع ويتحدث إلي كوالد ويشجع مي دائماً وحتى إذا ما أخطأت يقول لي لا تقلق سوف يمكن أن تؤدي بشكل أفضل وتتحسن ونحن يجب أن نبذل كسارة جهدنا لا إذا ما كانت هذه إرادة الله فإنه سوف يتم توفيقنا خلال عامل الماضية في تدريبات لنادي الاتحاد في مباراة ودية شايف الاتحاد كفريق وانت موجود معهم مع صفقات كديدة في الفريق ومدير فني جديد شايف الاتحاد ممكن يوصل لحد فين في جدول ترتيب الدولي الممتازي الموسم القادم نعم كما قلت لدينا ما يتم هناك إجراءات تتم الآن لكي يتم وضعنا على المصاري الصحيح في الدوري لذي أعتقد أن هناك لاعبين يتمتعون بخبرة وأغلب اللاعبين الذين رأيتهم حتى الآن جميعهم جيدين ولعبنا أربعة أربعة وخمس مباريات ولم نخسر في أي منها وفزنا في بعض المباريات وهذه بداية جيدة بالنسبة لنا وبصفة خاصة بما أن لعب جديد وهذه بداية جيدة ونحن هنا إن شاء الله لكي نبدو القسارة جهدنا ولا نعتمد على اللاعبين الأخرين كميعنا سنتعبد على بعضنا البعض وسنتقدمه وإن شاء الله سوف نتقدم أنت بقى تموحك الشخصي للموسم القادم هيبقى ترتيبك كام بين هداف الدولة الممتازة هذا سوف يكون تحدي كبير بالنسبة لي وتحدي جيد أيضا بالنسبة لي حيث أن عوامي الماضية كانت أثرت علي سلبا من الناحية البدنية والنفسية سوف أحاول أن أستعيد قوتي وأستعيد كفاءتي من خلال التعامل مع المدربين واللعبين الجدد ومع المدرب الجديد قال لي في هذا الفريق سوف الجميع الجميع سوف يعمل وإذا لم تعملوا لن تستطيع أن تلعب لذا فإنه منحني الفرصة لكي ألعب وكي أرى نفسي أن أبدأ بالاستمتاع مرة أخرى باللعبة لذا أعتقد أن هذا إن شاء الله حتى لو أكن أفضل مهاجم فأعتقد أنني سوف أساعد في إنجاحي خلال تواجدك في الدولة المصري حتى هذه اللحظة مين أكثر مدرب ارتحت في الشغل معي مبسطت في الشغل معي ومين أقل مدرب يعني كنت حاسي أن فيه بينكم تفاهم أو تعاون أستطيع أن أقول حين جئت إلى هذا المصري كان كابتن إيهاب ومن وضعني في المصري كابتن إيهاب قال نعم وهو رأى إنسان جيد وأعتقد أنني أحتاج المزيد من الوقت كنت أحتاج مزيد من الوقت مع كابتن حسام لأنه لأنه هداني للطريق الصحيح للأمام وكان يقول لي هذا أنت مهاجم وهذا ما أريده وكان يقول لي ما الذي يجب أن أعمله لكي يحسن أدائي في الفريق لأنه بالنسبة لي هو أفضل مدرب لعبته معه وله مني كل الاحترام والتقدير وأتمنى أن أعمله معه مرة أخرى وطبعا المدرب اللي إنت مكنتش فيه بينكم تعاون كثير كابتن علي مهل وإنتك كلمت في هذا الأمر ومش محتاج إجابة إضافية طيب من المدرب اللي إنت كنت تحب تتدرب معه في الدولة المصري من المدربين اللي إنت شفتهم أعتقد أن الكلام أيضا ينسحب على كبتن حسام علي مهل مدرب جيده أيضا مهاجم حين ولديه خطة هجومية كثيرة وحسام حسن أيضا كان مهاجما ويلعب دائما بمهاجمين في الأمام لذا أعتقد أنني استمتعت أكثر باللعب مع كبتن حسام شعرت بالسعادة حين لعبت معه أنا كان سؤالي مين المدرب اللي إنت ما تدربتش معه وكان نفسك تدرب معه من المدربين اللي موجودين نعم الشخص الذي لم أعمله معه أعتقد مدرب الأهل السابق الجنوب أفريقي موسيماني لأنني حين جئت من نيجيريا وكان يلعب ضد فريق بلوكوانا في كالو أفريقي وكان أعتقد أنه كان يدرب فريق تيبا واقترب مني وكان هناك فرصة لألعب معه لكن الصفقة لم تتم أعتقد أنه شخص لطيف ولم أعمل معه وكنت أتمنى أن أعمل معه وقت ما كان يدرب النادي الأهل ما تروقش أنك توصل للنادي الأهل وتنضم للنادي الأهل بما أنه كان تتكلم معك قبل كده؟ لا لأنه حين جاء إلى الأهل لم تكن لدي فرصة لكي ألعب ضدهر لأنه لم أكن أود أن ألعب ضد آلي وكان المدرب في هذا الوقت كان المدرب يغير اللاعبين وغير الخطط لم يكن لذا كنت أفضل أن ألعب معه لعبت أكثر ضد فريق الزمالك لم أتمنى أن ألعب ضد فريق الزمالك لم أتمنى أن ألعب ضد فريق الزمالك لا أحب أن ألعب ضد الأهل في كل الأوقات لأن اللعب معهم يجعل المباراة أكثر إثارة وهم يعطونك الوقت لكي تلعب وبالتالي تلعب بشكل جيد وليس هناك المديد من الضغوط كنت أحب أن ألعب ضدهم ولكن إذا كنت أحب أن أحبه بالطبع الأهلي فريق كبير حتى حين كنت صغيرا كنت أسمع عنه وعن مصر ولكن بالنسبة لي الزمالك كان دائما في عقلي وقلبي منذ زمن طويل وحين ألعب ضد الزمالك أعتقد أنني أحرست أفضل أفضل أهدافي في مرمى نادي الزمالك كان هذا في السويس والآخر كان في الإسكندرية هتقولنا هدف أسنا موتا جماعة في الزمالك بيتكلم عنه الدول كان موجود في التعليل دلوقتي كان واحد من أحسن أهداف الدول يمكن في آخر السنوات كابتن محمد صالح لاعب نادي الاتحاد السكندري كابتن محمد صالح لاعب نادي الاتحاد السكندري كابتن محمد مشرف ومنور سعادة جدا بتواجدك معنا والله يشرف لها كابتن كريم والله يمسك بالخير وأنت وجمع المشاهدين والأعضاء معنا في الحنا لما طرمنا من أسنا موتوا أسماء ممكن تخش معنا عبر الهاتف الآن فقال إنه كابتن محمد صالح هو من أقرب أصدقاء الآن في نادي الاتحاد طبعاً أسنا موتوا حبيبي وصاحبي وشخصية نظيفة وشخصية محترمة وطبعاً أنا بتشرف أنه بلعب معه وأتشرف أنه يكون صديق ليه وطبعاً أنا بحبه على المصدر الشخصي وهو شخصية نظيفة وشخصية محترمة هيفرق إيه أسنا موتوا كابتن محمد مع نادي الاتحاد وسط قائمة مليانة من لعبين المميزين هذا الموسم للاتحاد والموسم اللي هيبدأ إن شاء الله والله أسنا موتوا هو إضافة في أي مكان بيلعب فيه عنده مكانيات مدنية ما شاء الله وعنده مكانيات فنية وعنده فكرة وأسنا موتوا دايماً بيفكر أنه يطور من نفسه دايماً بيفكر يبقى جاهز دايماً بفكر أنه يفيد الطريقة التي بيلعب فيها المدرب سواء بيلعب في واحد بيلعب في اتنين فرودة فأي طريقة هو بحاول يخدم الطريقة اللي بتفيد المدرب فدي الطريقة أو اللعيب لما بيكون بيدور على الطريقة اللي بتفيد المدرب نادرة إن الحاجة دي تبقى موجودة عند اللعيب طبعاً إن شاء الله أسنا موتوا حيبقى طافة كبيرة كابتن محمد إنت بقى إنت شايف وضعك مع الاتحاد هذا الموسم شايف الاتحاد بشكل عام الموسم دوت هيكون رايح لفين إن شاء الله والله بإذن الله يعني على السكواد الموجود بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر نعمل حاجة وطبعاً العيبة طمحة حالية وفي ناس عندها هداف أنها تجيب بطولة للنادي طبعاً وأنا واحد منهم ممكن أن أتكلمت أنا وقصة أنا موت في القضاء مع بعض في الكلام ده إن إن شاء الله نعمل حاجة كويسة مع النادي ونادي كبير نادي شعبي بس محق منها كل جهد وكل ناطة عرق وقصى جهدنا إن شاء الله عشان نفرح الناس دي وحاجة كبيرة إن شاء الله لنادي أكلت أوستن سمك إسكندراني ولا سيبته على السمك البورسائيدي بس عشان نحطه عشان نخليه حط المقرنة دلوقتي لسه من يمين أكل سمك قال لك قال ليه أحلى سمك إسكندراني أو سمك بورسائيدي أشارتين حينوين أوه بالنسبة لي بصراحة آه الله عجبه ايه أكتر عجبك ايه أكتر عجبك أنت عجبك ايه أكتر لا أعلم اسمك بالتحديد ولكني أحب السمك عموما عجبك طعم السمك اللي في إسكندرية ولا طعم السمك اللي في بورسعيد لا في بورسعيد لأكلت والكثير من السمك في بورسعيد كابتن محمد شرفت ونورت وسعادة جدا بتواجدك معنا وكل التوفيق لك وليه أستن ونادي الاتحاد الموسم القادم إن شاء الله أنا مشكرك شكرا شكرا لك على الصدفة الجميلة دي وبتمنى لأستنى عموته إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله وإن شاء الله ربنا يكرمه ويبقى هتفى الدور بإذن الله نتمنى لك التوفيق هو مبادر إن شاء الله مع بعض حبيب التوفيق إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله طيب نشوف الجول الجول الزمالك واحد من الجول العظيمة جدا إيه الحلاوة دي كان من اللي عمل لك الكورة؟ من اللي لك العرضية؟ كريم كريم كان كريم 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 العلاقي هايلا هايلا كرار عظيم جدا واحد من أحسن أهدف الدولي بصراحة يعني طيب مين من المدافعين لما لعبت معاهم أو لعبت قدامهم ضدهم في الدولة المصري دايقك كان مدافع كو جدا كان صعب عليك أعتقد أن مدافع 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 لا أتذكر اسمه لكن لديه الكثير من الشعر رامي صابري قبل ما يروح لفاركو بعد كده وانتقل لنادي فاركو بعد كده رامي صابري من المدافعين الكبار جدا من المهاجمين اللي موجودين في الدوري لفتوا نظرك بشكل كبير وشايفوا من المهاجمين الكبار المميزين لا أعتقد زيزو يعتبر في المستوى الأعلى بالنسبة لي إنه في قمة وفي أوج مجده الآن زيزو من اللاعبين اللي بلدوا هدايا كثيرة للمهاجمين لو أنت كنت تلعب مع زيزو تساكل كم هدف في الموسم هذا هو السبب لأني أمنحه تقديري لزيزو لأنني هو يحاول أن يساعد الفريق من خلال منح العديد من الأهداف ورأنه أفضل لعبه في مجال صنع الأهداف لذا أعتقد أنني أمنحه هذا اللقب أفضل لعب وأفضل مهاجم أنا أريد رقم لو تلعب مع زيزو تساكل كم هدف في الموسم لا أستطيع أن أقول لأن حين تلعب معه بعقلك فأنت ستستمر في إحراز الأهداف ويكون العد مستمرا قد يكون الأمر متعدد من من المحترفين الأجانب اللي موجودين في الدور المصري أصدقائك بتتعامل معها على طول و بتتقابلوا على طول لدي زميلي وزميلي في الغرفة في بورت سعيد سعيد وهو أحد اللعبين الذين حاولوا مساعدت في أسكندرية حين جئت الأسكندرية سعيد كان يحاول أن يجعلني أشعر بأنني في بيتي ويحاول أن أسهل لي كل الأمور من فراءك أفضل محترف أجنبي موجود في الدول المصري دلوقتي أعتقد أن مابولولو يستحق كذلك لأنه أحرز وصنع العديد من الأهداف اللي ناديه رغم أنه كان لديه العديد من التعب وأعتقد أن هذا اللقب يستحق لأنه مهاجم جيد جدا آخر حاجة إن شاء الله عمر طويل في كرة القدم في الملاعب سمعت أن أنت لا ناوي لما تعتز الكرة القدم أتمنى أن أتقاعد في فريق المصري هذا ما قلته من قبل ولكن ما حدث أنني حدث أنني تركت النادي بهذه الطريقة التي أتعبتني نفسيا كان لدي العديد من العلود خارج مصر ولكني أريد أن أنهي أنهي حياة العملية في مصر إذا ما أرد الله فإنني أريد أن يكون لبيت هنا وبعد تقاعد أتمنى أن أبقى هنا في مصر أصلا أنت شرفتني ونورتني حقيقة كنت سعيد بتواجدك معي أتمنى لك كل التوفيم على الاتحاد السكندري الموسم القادم إن شاء الله شكرا جزيلا وقدروا استطافتكم لي ده كان ختام لك أنا مع أصلا أموته مهاجم نادي الاتحاد السكندري المنضم حديثا الاتحاد السكندري بعد فترة مع النادي المصري البورسعيدي كان فيها كثير من الظهور الجيد مع الفريق اللي يمكن كان خروجه منه ما كانش بالشكل اللي بيرديه بشكل كبير جدا ولكن نتمنى له أكيد توفيق بمرحلة جديدة مع نادي الاتحاد السكندري بطموحات جديدة لنادي الاتحاد في هذا الموسم الموسم اللي هيبدأ خلاص خلال أيام لسه كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل هنروح لتصريحات قاله لنا رفيق قبو لاعب نادي أمبي الجديد عن مباراة الأهلية والاتحاد المنستيري رفيق قبو كان واحد من اللاعبين اللي بلعبوا للاتحاد المنستيري وبعد كده جيه لودي دجلة وانتقل أخيرا لي نادي أمبي قال لنا كلام مهم جدا عن اتحاد المنستيري أهم عناصر القوة في فريد اتحاد المنستيري أهم اللاعبين في اتحاد المنستيري قبل مواجهة النادي الأهلي خلال ساعات إن شاء الله وبعدها هنروح لفاصل ومنه إلى محمد جمالي يقول لنا كثير كثير من الأمور الفنية لمنافسي النادي الأهلي ونادي الزمالك في دول 32 خليكم معنا انت كنت تلعب في تونس مع الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري عنده مواجهة في منطقة القوة في دور أبطال أفريق وأكيد انت بتابع الاتحاد المنستيري وأكيد متابع النادي الأهلي شايف المواجهة دي ازاي شايف كوة الاتحاد المنستيري ازاي وانت مرقبه وشايفه دلوقتي وبتتابع مباراة بص الاتحاد المنستيري فرة يعني صعبة جداً فهم يعني يعني وما جايين هنا حيلعبوا الاهلي جايين يعني حيلعبوا الاول ماتش الاول في تونس في تونس وعليه هيجوان يعني حيلعبوا مية بالمية فهم قولك في ناس زادة عايزة تتسوق وعايزة توري نفسها علمشان الماتش بس ماتش ماتش صعب جداً على اثنين وشايفت حامل سيب الواتي عنده عناصر مميزة اه عنده عناصر مميزة تتفرج عليهم كويس كتير؟ اه الله تقول لها متابع ده فريق يعني اه مين اللعيبة اللي عندهم كويسين دلوقتي قوي فيه محمد صغراوي السردبك اه وفيه اه ادريس لمحرسي اه وفيه اه حسين تقا وفيه اه فيه 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 مين اللاعب بقى اللي انت بتقول بقى تراهن عليه دلوقتي وتقول اللاعب دوت في مباراتين الاهلي هيعمل اداء كويس جداً توقع بس مجرد توقع هم اتنين ادريس لمحرسي وحسين تقاعد اه توقع مين اللي يصعد يعني انا فيها من اتحاد مستير في رئيتك بس توقع ككورة وانت بتابع الاهلي واتحاد مستير مين اللي يصعد عن الدولة والله ده سويل صعب جداً بس بعد المباراة نشوف فنية لا انا بكلمك فنية وفنية والله الاتنين كويسين الاتنين كويسين وانا اللي يكسب انت انشاف الكافة متساوية 50-50 50-50 اه اه 50-50 اه كالعادة هذه الفقرة الممتعة دوماً مع محمد جمالي حلل لنا بقى منافس الاهلي ومنافس الزمالك غداً ان شاء الله جيمي مشرف هنوار كالعادة مبسوط ان انا وجد معك كالعادة انا قلت في المقدمة نصاً كده اتحاد المنستيري منافس قوي جداً للنادي الالف في دول 32 منافس النادي الزمالك هو منافس مجهول حرفياً مجهول تتفق معي او لما تتابع مليون في المين الناس تحاول تدور كده على ايه وعلمات عنه كان الله في عون الجاز الفن النادي الزمالك كان الله في عون همان بلعب حرفين منافس مجهول يعني احنا عشان يبشت معلومات بس عن النادي هو ايه النادي ده يعني عادنا ثلاثة اربعة ايام تتعرف او الموسي فيه وحد اخينا عام 2023 احنا في 2022 ولسه في حاجة اسمها منافس مجهول لا ده ما هو لما نحكي قصة المنافس ده هتعرف هو ليه مجهول ليه اقول لك نحكي نبتهي اه نحكي وبكان خلش هتهمل اسدلي طيب بص النادي ده اتهمل اسدلي هاي بسهل يعني اه النادي ده نادي اكاديمية مبدايا فلما اتعمل النادي ده النادي ده اتعمل في 2016 امم يعني النادي ده تأسس من اساسه الاكاديمية فرع الاكاديمية ده اتعمل في 2016 ايه بان فكان عندنا يمكن حتى لو جلالي يعرض لنا الصورتين بتوعه الاكاديميتين ياب فجي حاولوا يلعبوا في الدوري البروندي فقال لهم لا انتوا عند الوقتي دول انتوا اكاديمية ليكوا فرعين كتيجة ونجوزي كتيجة ونجوزي دول المنطقتين اللي فيهم الاكاديميتين يعني حتى لما جلالي يعرض للشعارين بتوعي الاكاديميتين والحد النهاردة هو تابع لنفس الاكاديمية فتريت حد البروندي قال لهم حسن بيقول لي الروزليشن بتاع الجودة بتاعت السورة بتاعتهم ضايقة نحاول لو في واحدة منهم تتعرض في واحدة منهم اعتقد افضل من التاني فالجيل اتحاد البروندي قال لهم لا ماينفعش ماينفعش تبتدوا من الدرجة الاولى مباشرة طالما انتوا نادي تابع لنفس الاكاديمية فقم في موسم 17-18 قال لهم لا خلاص لعبوا من تحت في موسم 16-17 ساعدوا من اول موسم دلوقتي حالا في الدوري البروندي في فرقتين بينتوا لنفس الاكاديمية اكاديمية لهما سجار فضل في فريق محتفظ بنفس الاسم وفرقة فلابو ديو سانتر هي الفرقة اللي هتلاعب نادي الزمالك وغيروا اسمها وابتلوا موسم 17-18 موسم 20 كانوا راناراب او اخدوا المركز الثاني في الدوري البروندي موسم 21 خدوا الدوري والبطولة الاولى في تاريخهم بعد ثلاث سنين من الاشتراك في الدوري وعشان يتأهلوا يلعبوا في الدوري الاربعة وستين دي المعلومة الاولانية هو ايه النادي ده اصلي نفهمها عشانا نادي ده لي مشاركات افريقية كبيرة بقولك ده ثالث موسم ليه في الدوري اصلا في الدوري اتأسس في 2016 يعني هو ست مواسم فقط منذ تاريخ انشعه لانه زي ما قلت هو نادي تابع لاكاديمية دي نقطة الاولى نادي اول واحد النقطة التانية النادي ده هو دلوقتي بيحتل المركز السابع في الدوري البروندي لكنه ليه مباراتين مؤجلتين عنده 13 نقطة بلاعب ست مباريات ده ده الشعار بتاعهم اتلاقي اكاديمي لومة سجار ده الاكاديمية وتحت اسم فلامبو دوسانتر او اسم النادي لازالوا تابعين لهذه الاكاديمية حتى اللحظة وفي نادي بنفس الاسم موجود في الدوري اسمه لومة سجار بس من غير ما يغيروا الاسم بتاعه المعلومة التانية انه زي ما قلنا انهم موجودين في المركز السابع عندهم 13 نقطة لعبوا اربع ست مباريات فازوا في اربعة عدلوا في المباراة وخسروا مباراة اخر مباراة لعبها نادي فلامبو كانت يوم واحد عشرة امام فريق فيتالو بتعدوا واحد واحد ومن وقتها تم تأجيل مباراة لهم في الدوري علشان يلعبوا نادي الزمالك ويوجد القاهرة ويلعبوا في القاهرة يبعد عنا يا شتون يبعد عنا بس كتبول من شوية ان شاء الله مش ناجل مباراة عشان ايه بمواطشات تانية ان شاء الله والمباراة اللي فاتت ليه هما بيلعبوا في القاهرة هما عندهم ملعب بتاعهم ملعب مش سيء ملعب اراضياته كويسة ولكن الاشتراطات والاعتمدات بتاع الكاب لم تعتمد ملعب موتسيبال ديموينجا اللي هو الملعب الرسمي بتاع فرقة فلامبو وبالتالي لعبوا دور الاربعة وستين مباراة الزهاب في ملعب عزام في تانزانيا امام الاتحاد الليبي وقدروا انهم يكسب واحد صفر لما ليجي نتكلم تفصيلا بقى نقولهم ماكيز واحد صفر ليه وازاي ولعبوا ازاي المدرب بتاعهم اسمه مامازيل لومديتش ده مدرب سربي وبيلعب بطريقة اربعة خمسة واحدة نتكلم تفصيلا برضو عليها انا بحاول اجري شوية بس عشان عارف الوقت زي ما قلت الفرقة دي فرقة ما عندهاش اي خبرات خالص لكن قدروا مع ذلك فرقة الاتحاد الليبي فرقة لها اسمها وفرقة متواجدة باستمرار في بطولات الكاف وقدروا انهم يفوزوا في مباراة الزهاب بهدف للاشئ وخسروا في مباراة العودة في ليبيا بقى هما لعبوا مباراة الزهاب في تانزانيا خسروا في مباراة العودة في ليبيا 2-1 وصعدوا بافضلية الهدف خارج الارض بهدفين بعد التعادل في نتيجة المباراة 2-1 يعني خسروا في مباراة العودة 2-1 لكنهم تأهلوا لمواجهة نادي الزهاب الفريق مفوش اي اجانب الفريق كله من بروندي لكنهم استقدموا اتنين لعيبة خصيصا ليه ودول اخطر اتنين لعيبة عندهم اللعيب رقم سبعة والعيب رقم عشرة جيلبرت اللعيب رقم سبعة ده اللي سجل هدفي مباراة الزهاب والعودة يعني هدف الفوز 1-0 في تانزانيا سجله جيلبرت هدف 2-1 اللي هو هدف الصعود سجله برضو جيلبرت اللعيب لما نيجي لو معنا الهدف اللي تم تسجيله في مباراة الزهاب الهدف اللي فازه فيه 1-0 ده كانت تزديدة من ديودون اللعيب التاني ومتعاقته مع اتنين لعيبة دول بالنسبة لهم فرواندا في بروندي اتنين لعيبة كويسين لكن اتنين لعيبة برونديين كانوا بلعبوا بره بروندي ومنهم لعيب ديودون لعيب رقم عشرة البلاي ميكر بتاعهم اللعيب ده جابوه من زيسك يونايتد الزنبي ورجعوه ليه دوري البروندي عشان خصيصا ليه المشاركة في دوري ابطال افلاق الهدف اللي جمال بيقول عليه جاهز يا جماعة تعاوني اعرضوا يالله الهدف من راكلة حرة شاطت ردت ليه جالبرت اللعيب رقم 7 اللي هو الفرود بتاعهم هم بيلعبوا ما ما زلوا مديتش المدير الفني السوربي بتاعهم بيلعب 4-5-1 سواء داخل الارض او خارج الارض بيلعب 4-5-1 اللعيب واحد حره هو اللي واخد الحرية الاربع من الخمسة بتاع وسط الملعب بيدفعوا ادوارهم دفاعية بشكل كبير جدا عندهم اتنين اللعيبة هم اللي بيتعامل عليهم الشكل او هجوم فرقة فلامبو اللعيب ديودون اللعيب رقم 10 ده اللعيب اللي هيصوب الركلة الحرة نشوفها لو نمشيها على اسرع شوية وبعدين نوقفها على المتابعة بتاعة جيلبرت نمشي الكرة على سرعتها ده الفاول اتلعب ردت من حرس المرمى للعيب جيلبرت سجل نجيب وراها على طول هدف مباراة العودة اللي خلس اتنين واحد اللي هو هدف الصعود برضو جيلبرت سجل هدف مميز في فرقة الاتحاد اللي بيفاه اه 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 هو ده هو هو ده الهدف اه هو ده الهدف اللي انا عايزه نفس اللعيب جيلبرت العيب مميز جدا بالمناسبة العيب مش طويل القامة لكنه مهاجم مهاجم جيد ان هو بيلعب في فرقة زي دي لكن كواليتي بتاعته جيدة تبقى الماتيريالز المتاحة اللي قدرنا نتابع فيها فرقة فلامبو يعني فهي فريق مجهول بشكل كبير زي ما قلنا اربعة خمسة واحد مع مازيلو موديتش مش هيغيروا مع الزمالك ده الهدف ده هدف الصعود نفس اللعيب رقم سابع الكاميرا المتقرب عليه اه هو نفس اللعيب رقم سابع جيلبرت وبيلعفوا منتخب بروندي بالمناسبة اه فهم بيعتمدوا على زي ما قلت بلعبوا الاتحاد الليبي بلعبوا الاتحاد الليبي لكن المباراة دي في ليبيا المباراة الاولى اللي هي كانت فيها الركلة الحرة اللي تردت وسجل الهدف جيلبرت دي كانت مباراة الزهب كانوا بيلعبوها على ملعب عزام في تنزانيا لان الملعب بتاع المونسيبال ديمويجا مش ملعب معتمد من الكاف مجموعة بقسة بها من الكواليس الدفاعية حصلت في الكرة دي بصراحة طبعا الاستلام الراجل استلم في ظهر الراجل استلم في ظهر المدافعين هما بيلعبوا على دي كريم المتركة اربعة خمسة واحد هما بيلعبوا بيحاول يلعبوا كومباكت بيلعبوا تسعة تحت الكورة دايما المتحرك هو اللعيب ده عندهم اللعيب رقم تمانية في وسط الملعب واللعيب رقم عشرة صانع اللعب اللي هو ديودون الاتنين اللعيبة دول هما المسؤول والمنوت بيهم ان هما يمدوا الراجل ده ويشتغلوا على ان هما يحاول ويوصلوا الراجل ده بقى شكل من الاشكال للمرمى الراجل ده باخد اماكن تمركز كويسة جدا هنا كان ضرب التسلل واقف مع اخر مدافع استلامه كان جيد جدا فهو لعيب كاكواليتي لعيب جيد تبقى ان هو بيلعب في فريق صغير زي فلمبو فعلى فريق نادي الزمالك الحذر من السنائي ده تحديدا ديودون اللعيب رقم عشرة وفلمبو اللعيب رقم سبعة دول اكتر اتنين لعيبة ومؤثرين جدا جدا خاصة لو اشتغلوا على التكتل الدفاعي وان هما يشتغلوا ينزل يلعبوا من تحت بتسعة تحت الكورة او تمانية تحت الكورة ويبتلو يشتغلوا على الترانزيشن او التحولات خاصة في ظل غياب الوينشو لما نجي نتكلم على نادي الزمالك او نتكلم على نادي الزمالك بالمرحة يلا نتكلم على نادي الزمالك وكيف يواجه نادي الزمالك فريق فلمبو البوروندي من مميزات جسفالتو فريرا ان هو ثبت الشكل حتى مع بعض الغيابات هو بيلعب 3 ا4 ا3 او اظن ان هو مش هيغير الا لو اتزنق تاني اظن مع تدعمات نادي الزمالك فرص ان هو ما يبقاش عنده الاوراق اللي تخلي يلعب بالشكل اللي هو محتاجه هتبقى وليلا خاصة ان هو يلعب بالشكل ده تبقى للأوراق اللي كانت متاحة بالنسبة له في التوقيت ده فهو الرجل بيشتغل بال3 ا4 ا3 بنفس الشكل غياب محمود حمد الوينش للاصابة اعتقد انه مش هيغير كتير غير انه هيرجع محمد عبدالغاني يلعب جنب حسام عبدالمجيد اللي كان غاية بالفترة اللي فاتت للاصابة لكنه عاد وشارك في الايام الاخيرة مع نادي الزمالك فمحمد عبدالغاني حسام عبدالمجيد والتالب بتاعه ما يكون حمزة المسلوسي سنتر باك ناحية اليمين دول الثلاثة بتوع الخط الخلفية اعتمد على سيد نمار فيه الناحية اليمنى اعتمد على احمد فتوح فيه الناحية اليسرى سنائي وسط الملعب محمد اشرف روء اوي امام عشور السنائي الامامي هيحمل بقى الصفقة الجديدة اللعيب اللي ظهر بشكل جيد فيه تبرير نادي الزمالك في الامل اخيرة ابراهيمة نداي مع الثابت دائما والورقة الابرز فيه فرقة نادي زمالك احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري هيظل يلعب بالتلاتة اربعة تلاتة مهم جدا جدا لنادي زمالك نقطتين نقطة الاولانية استغلال الفرص فيه سزاجة كبيرة جدا يعني اللعيبة بتغلط كتير جدا جدا اخطأوا فيه ثلاث كرات امام الاتحادي الليبي اللي ما كانش في حالته خالص في مباراة العودة ومع ذلك ارتكبوا مخالفتين داخل منطقة الجزاء براكلتين الجزاء فهم بيخطأوا بلغوة الكرة سيلمي ستيكس الاخطاء البسيطة السهلة بيخطأوا فيها كتير جدا فتحت الضغط نادي الزمالك عليه انه يخلص المباراة بدري بدري عليه انه يبتدي يعمل الضغط العالي ما ينتظرش لانه احيانا بيعملها فريرة بينتظر تحت ويبتدي يعمل الترانزيشن لكن ده ما بيتعملش مع كل الفرقة الفريق لما يكون فيه جاب مستوى كبير ما بين نادي الزمالك ومن الفريق اللي قدامه اعتقد ان فريرة هيبتدي يضغط بالثلاثة الامامي تحديدا ان الثلاثة الامامي يغلب عليهم ان هم بيلعبوا لعبوا مباشر دايما بيشتغلوا على الجول بشكل ممتاز سواء احمد سيد زيزو او ابراهيم عنداي تحت المهاجم الوحيد سيف الدين الجزير فاعتقد انه ده الشكل اللي هيلعب به فريرة واعتقد انه القصة كلها انه هيرحل بدل ما هو بينزل يشتغل من تلتين الملعب لا هيطلع فوق شوية وهيعمل الضغط العالي والضغط العكس عشان يستعيد الكرة بسرعة جدا من فرق ترامبو اللي تاني تحت الضغط هيغلطه بشكل كبير الا لو نادي الزمالك اديهم الفرصة ان هم يطلعوا بالكورة بسهولة من الخط الخلف لانهم كل اللي عايزين يعملون هم يدايقوا المساحات جدا على النادي الزمالك ويبتالي يحطوا اللونج باسز او البرجريشن باس على اللعيب رقم سابعة جيلبرت اللي احنا اتكلمنا عليه في المداية نخش بقى على منافس النادي الاهلي اتحاد المنستيري التونسي فريق مخلص مجموعته في اخري الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الترجي سابق السفاق سوى الافريقيا والنجم السعيلي وفرق كبيرة ولا اسم افريقيا كبير في من تونس يعني وبفرق نقطين فقط عن الترجي واداءه كان رائع جدا الموسم الماضي شايفوه يبقى بنفس القوة الموسم ده لعبين رحلوا عن الفريق ولعبين اخرين نضموا للفريق شايف في اتحاد المنستيري منافسي ازاي قدام النادي الاتحاد المنستيري عنده مجموعة من المميزات ومجموعة من العيوك ايه مميزات فرقة الاتحاد المنستيري رقم واحد ان السربي دارك نوبيتش هو مدرب اشتغل كتير في المنطقة العربية وعنده خبرات متنوعة اشتغل فيه فرقة الشمال في قطر اشتغل فيه الباطن السعودي واخر تجاربه كانت امام وفاقص طيف واجه النادي الاهل فيه بطولة افريقيا الماضية وقدم مستويات جيدة جدا بفرقة وفاقص طيف ورحل للاتحاد المنستيري مع بداية الموسم النقطة التانية الميزة اللي عنده فرقة الاتحاد المنستيري ورقة مهمة جدا في وسط الملعب واللعيب عبدالقادر بطوشي يمكن بيشتغل من على البنش اكتر لكن علاء الدين دريدي لعيب ورقة سابتة من منذ تولي الرجل ده النقطة رقم 3 انه فريق في المواجهات الكبيرة عنده القدرة على الخروج في المواجهات الكبيرة داخل تونس لانه فريق لم يشارك افريقيا من قبل على صعيد دوري الابطال لكنه كل المواجهات الكبيرة لك انت تخيل يا كريم من نفموسي موحد تغلب على نادي الترجي التونسي تغلب على النجم السحلي ثلاث مرات تغلب على الافريقي تغلب على الصفاقسي فاز على كل كبار تونس الموسم الموقع دي كل الكبار حتى في بعض المباريات كان متأخرا امام الترجي على سبيل المثال بهدفين وعادوا فاز بثلاثية مقابل هدفين فريق بيقولك ان عنده الشخصية فريق بيقولك انه امام الفرق الكبيرة اللي هي لها باع وتاريخ في الكرة التونسية اكبر من الاتحاد المنستيري فريق عنده ميزة بقى يمكن نتكلمش على كتير البعد المالي الفريق الاتحاد المنستيري كان عنده زيه زي بقيت فرق تونس كان عنده مشاكل مالية كبيرة لكن في الفترات الاخيرة او مع تغيير الاضارة في وقت من الاوقات اصبح فريق الاتحاد المنستيري ما عندهش مشاكل مالية بيمشي لاعب او اتنين او تلاتة بيقدر يستقدم زي ما تحدث المشرف على فريق الاتحاد المنستيري تعقده مع ثمان اللاعبين مع بداية هذا الموسم منهم ثلاثة بلعبوا أساسين واثنين بيستعين بهم داركنوفيتش مع المباراة خلينا أقولك أنه التشكيل المتوقع هو تشكيل مش هيختلف كتير لكن اللي خلينا أقولك أنه هو متوقع مش التشكيل المؤكد 100% لأن في بعض الأوراق هو الراجل ما استعانش بيها في مبارتين دور الـ 64 أمام الجيش الرواندي ليه؟ لأن اللعبة دي لعيبة أساسية زي صلاح الحرابي لعيبة أساسية لكنها ما كانتش جاهزة كان عندهم إصابات خفيفة لكنهم عادوا هل بقى يعتمد على نفس العناصر؟ هي دي بس بعض الاختلافات لكن في بعض القيم السابتة عنده في الفرقة ما بتتغيرش زي محمد الصغراوي يمكن ده تكلم عليه رفيق كبه في التقرير اللي فات ده السنتر باك اللي موجود معه في الفرقة ورقة مهمة زي عمر براوي عمر براوي واحد من اللعيبة الأوليلة جداً اللي تلاقي بيلعب في الباكرايت والباكليفت بيلعب في المكانين يمكن غير مكانه وبين أبورتين الذهاب والعودة وده في الباكرايت نظرة اللي كان عنده مشكلة فيه الباكرايت في اللعيب اللي بيلعب بقى في الباكرايت ده من محمد الشورتيني ده اللعيب الباكرايت الأساسي بتاعهم ولاعب مكانه وده عمر براوي يلعب باكرايت ولعب هشام بكار اللعيب الوحيد من الاتحاد الميستيري اللي بيلعب دولي في الفترة الحالية بيلعب فيه المنتخب الأوليمبي التونسي لعيب مهم لكن دايماً رغم أنه هو لعيب مهم لعيب صغير في السن فدائما بيقارع ربح بينزل مين على البنش إلا لو في مشكلة بينزل يلعب في مركز الظهير الأيصر وبيلعب كمان في الجناح الأيصر تيجي لنقطة القوة المهمة جدا فنيا عند فرقة الاتحاد المينستيري وهي خط الوسط فرقة الاتحاد المينستيري بيلعب 4-3-3 بيلعبه كومباكت بنزله تقلب الـ 4-5-1 في الحالة الدفاعية لكنهم بيلعبه 4-3-3 في الحالة الهجومية وبناء الهجمة السلاسي اللي في وسط الملعب يوسف عمرو ده لعيب كابتن منتخب النيجر لعيب مميز جدا كان بيلعب قدام منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة هو قائد منتخب النيجر لعيب وسط ملعب أحرز الهدف الثالث لما نستعرض الأهداف بتاعة مباراة الاتحاد المينستيري مباراة العودة أمام الجيش الرواندي في ملعب الاتحاد المينستيري مصطفى من جنات أحرز الهدف الثالث رغم أنه هو لعيب CDM مركز 6 أحيانا بيلعب مركز 8 لكنه ده هنبتري نستعرض الأهداف من أولاة تصويبة ارتدت مين اللي مكمل؟ مين اللي مكمل؟ لعيب حسام تقا ده لعيب وسط ملعب مركز 6 وده لما هلينجي نشرح بالصور هقولك هو ليه اللعيب ده اللي مكمل بص التصويبة ردت اللي مكمل لعيب مركز 8 هو المكمل داخل الثمنتاشر وهقولك ليه لعيب مركز 8 هو اللي مكمل مش السترايك هو اللي مكمل عشان الجون التاني هيبقى لك قد إيه التحركات بتاعة زيادة علوي المهاجم واللعيب الأبرز في الشكل بتاع الاتحاد المليستيري الربعة تلاتة تلاتة المهاجم الصريح رغم أنه هو المهاجم الصريح الوحيد نمشي ونجيب الهدف اللي بعده لأن ده اللي هنشرح عليه كتير طريقة اللعب بتاعة فرقة الاتحاد المليستيري بس معلش رجع لي الكرة دي من أولها وهنشرحها تاني بالصور ده زيادة علوي رجع لي الكرة دي من أولها معلش يا جلال الكرة دي من أولها خالص من أول خالص من أول الاستلامة من أول الاستلامة كمان 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 واضح أن احنا معنا كدر من تاني واحدة هتقبام في الصور فيش مشكلة ماشي 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 على عدلتها ماشي على عدلتها الجون التاني الجون التاني مش الأولين الجون التاني ده الجون الأولين خلاص ده بيتعد كمل بقى كمل ومشي على عدلتها عادي بص اللي بيستلم يا كريم اللي هيستلم في الجون التاني اللي قط أول ما تقلق معنا اللي بيستلم في الجون التاني ده المهاجم طالع فين طالع لما حلي مي دي مش واليه السطفة ده الشكل اللي بيلعب به داركن وبيتش حتى معه فاقением كان بيعتمد على الراجل اللي عطر في ده ده المهاجم ده المهاجم السريح بيطلع بره عشان من اللي يكمل لعيف مركز 6 هو اللي بيحزل هاتف التاني فالشكل اللي بيلعب به معلش يا جلال لو تجيب لي الصورة بتاعة الجندة هتلاقيها معاك هاتلي عشان نشرحها بشكله والصورة سابتة أكتر من الصورة المتحركة هكون أفضل هي دي بقى كريم بص زياد زياد عالوي هو ده المهاجم الصريح بتاع فرقة الاتحاد المليستين طالع برة خالص عشان يعمل إيه؟ عشان يعمل الاسبيس اللي احنا معالمين عليها شادوينج بالأحمر دي علشان يعمل الاسبيس دي فلما الرجل يطلع ويسحب الرجل السنتر باك بص مسافة دي طبعا خطأ دفاعي سازق جدا من فرقة الجيش الرواندي لكن الرجل طالع ساحب على الناحية اليمين علشان يطلع ويعمل الكروس أي حد جاي بص بقى الرجل اللي عليه الهايلايت ده الرجل عليه ضوء آخر لعيف في الصورة هو ده اللي هيكمل جول 18 ويحرز الهدف دي الطريقة اللي بيشتغل بها لاتحاد المليستيري هي دي الطريقة اللي بيشتغل بها داركونوبيتش إنه هيلعب على الشكل ده نبص نكمل على اللي بعدها ده الراجل هيكل الشيخاوي هيكل الشيخاوي ده في الأساس هو جناح أيمن بيدخل يشتغل إنسايد طول الوقت كبلاي ميكر تاني في طريقة 4-3-3 لكن لما بينزل تحت مين اللي بيكمل لعيب مركز 8 يكمل اللعبة اللعبة دي احنا معنا طبعا الصورة عمرو لا ارجع تاني معلش ارجع تاني ارجع تاني الصورة اللي فات ايوه هي دي بص اتحطت فيلسبيس الراجل اللي هو زول باشرة الصمراء ده الراجل بتاع الاتحاد المليستيري يوسوف و عمرو اللعيب بتاع النيجر ده داخل لعيب مركز 8 هيخش يكمل فيلسبيس في ظهر الدفاع وراء هيستلمها ويليف نرجع على الفيديو بقى الجورة الثالثة يا جلال لو سمحت هيرجع ويكمل ويعمل الترن ويحطها بشماله ده بيقول لك يا كريم انه كل الاهداف الهدف الاولاني احرازه زياد العلو من متابعة رأس الحربة الهدف التاني احرازه لعيب مركز 8 الهدف التالت احرازه لعيب مركز 8 ده بيقول لك انه كل الكافيتز او المساحات اللي بيحاول يفضيها داركنوبيتش بيعتمد على القادمون من الخلف العيبة اللي طالع من مركز 8 او الاجناح اللي بتخش تشغل انصايد زي هيكل شيخاوي او ادريسلم حرسي تشكيل متوقع بتاع الاتحاد المنستيري بشير بن سعيد هو حارس دولي بالمناسبة الحارس التالب بتاع منتخب تونس وشارك في البطولة العربية كحارس اول يمكن بقى كان فيها الزات في حراسة منتخب تونس هو اللاعب ذو القيمة التسويقية الاعلى 250 الف دولار بشير بن سعيد اخط الظهر عثمان وطارة محمد الصغراوي عمر براوي زهير ايصر محمد الشرطيني زهير ايمن ثلاثي وسط الملعب يصوفه عمرو النيجر حسامة قا وعلاء الدين دريدي ده ثلاثي وسط الملعب الثلاثي الامامي هيكل شيخاوي ادريس محرسي وزياد علوي ده التشكيل المتوقع عنده اربع اوراق مهمة جدا احيانا بيغير في اللاين اوب من الاوراق دي او ينزلوا على اقصى تقدير من على البنش الاربع اوراق هم هشان بكار اللاعب اللي كلمتك علي بتاع المنتخب الاولمبي وصلاح حرابي ده لعيب سنتر باك عبدالقادر بوتش ده لعيب مركز ستة كان موجود مع دار كونوفيتش في فرقة وفاق سطيف ولعب المباراة السابقة كلعيب اساسي وارد جدا نتلاقيه موجود في اللاين اوب الاساسي او على الاقل هينزل من على البنش واخيرا اللاعب عبدالحقيم مجران اللي سجل اخر هدف ليه فرقة اتحاد المنستري في الدورية تونس الموسم الماضي امام الترسل كده حلو تشكيل نادي الاهلي مفهود الاهلي هيلعب ازاي بقى قدام اتحاد المنستري عشان نقاط القوة يتفاداها ونقاط الضعف يستغلها بشكل قوي واضحة كريم من كلامنا انه خط وسط فرقة اتحاد المنستري هو الحلقة الاقوى خط ظهر فرقة اتحاد المنستري هو الحلقة الاضعف اتكلمنا عن المميزات خلينا اقول لك العيوب وبعدين اقول لك الشكيل نادي الاهلي على طول عارف ان معاكش وقت خط الظهر الريبوزيشن او العودة للتمركز بعد فقد الكرة بطيقة جدا جدا خاصة انه التفريغ اللي بيعمله داركو نوفيتش عشان لعبية خط الوسط تخش تكمل هي هجوميا بيعمل نقص بعد العودة وفقد الكرة امام الرباع الخالف الرباع الخالفي نفسهم عندهم بطء خاصة الاثنين السنتر باكس والظاهرين في المساحات اللي وراهم فبطء في التمركز فمهم جدا ان اهل يلعب على اللعب المباشر مهم جدا انه الجناحين بتوع النادي الاهل يكون اثنين لعيبة بيروحوا على الجول عشان كده مارسي الكولر معجب جدا بطهر محمد طهر ليه؟ لعيب عنده القدرات البدنية اللي يقدر يعمل الترانزيشن والتحول بشكل سريع جدا ويدخل جوه التمنتاشر تبقى حيرة الراجل في ايه؟ معجب جدا بالمناسبة كمان بحمل عبدالقادر منه بروفايل مختلف عن اللعيبة اللي اشتغل معها خلال الفترة اللي فاتت من اللعيبة اللي بينفزه جدا اللي هو بيطلبه حسيني الشحات طبعا برونو سافيو ورقة مهمة جدا عند الراجل حسام حسن يبقى هذا الخماس يختار منه مربعة طب ايه بقى الحيرة اللي عند الراجل هذا الرباع يختار منهم ثلاثة ايه بقى الحيرة اللي عند الراجل عنده حيرة في وسط الملعب هل والحيرة دي ثلاثية هل يلعب بحمدي فاتحي كتالت في وسط الملعب جنب اليوت جانج يلعب بضابل بيفوت اثنين لعيبة مركز ستة ويلعب قدامه مع عمر السلاية هو اللي يعمل بريتجي ممكن شرحناه في حلقة سابقة كريم ليه عمر السلاية قلنا انه جربه في مباراة اسوان بهذه الطريقة ده اوبشن الاوبشن التاني لو ملعبش حمدي فاتحي انه هيروح لبرونو سافيو ده الاوبشن التاني اللي الراجل جربه برونو سافيو في مركز صناعة اللعب اتمنى انه ما يعملش كده لرغب ان البرونو سافيو لعيب كويس جدا لكن برونو سافيو مش بلايميكر برونو سافيو هو شادو سترايكر بيلعب في الزون دي لكن بمهم مختلفة برونو سافيو مش ينزل وسط الملعب وياخده كرة من عمر السلاية عشان يصطلع لك لعب لا هو مش اللعيد ده هو لعيب شادو سترايكر يتواجد في زون 14 او عشان سهيلة للناس على حدود الثمنتاشر وراء المهاجم الصريح حسام حسن فيبقى النقطة اللي بيفكر فيه او اكيد هو حسامها هل يروح لأوبشن حمد فتحي 3 في وسط الملعب هل يفاجئن بأفشا وان كنت أظن ان أفشا وآخر الخيارات الراجل ما اشتركش معاه في ولا مباراة ودية أفشا ما اشتركش معاه في اي مباراة فاعتقد ان برونو سافيو مع طاهر محمد طاهر واحمر عبدالقادر وحسين الشحاة ثلاثة من هذا الرباعي سيكون خلف مهاجم وحيد حسام حسن ويبقى شادي حسين ورقة موجودة الراجل مهتم جدا بيه التمرين عكس ما اوشيع خلال ايام اللي فاتت الراجل مهتم جدا بشادي في التمرين لدرجة ان انا تشككت انه ممكن يدفع بيه مكان حسام حسن لكنه عنده قناعة تمة بحسام حسن انه هو يكون المهاجم الاساسي للنادي الاهلي التشكيل بقى اوله الاخره التشكيل المتوقع رباع الخط الخلفي حرس مره محمد شنيور محمد عبد الميلة مياسر ابراهيم علي معلول سناء خط الوسط اليو ديانج عمر السولية برونو سافيو كبلايميكر او شادو سترايكر على الرواق الايصر هيكون احمد عبدالقادر نحل يمين يلعب طاهر محمد طاهر ومهاجم وحيد حسام حسن يبقى انه فيه قد يتغير هذا التشكيل في مركز او اتنين زي ما شرحنا هل سألك على اخر السؤال مرسينيو صاف كانت بالنسبة للنادي لالي فشلت حتى اليوم كان فيه كلام وليس صحيحا انه كلام اتقفل منذ ثلاثة ايام اليوم ابلاغهم نادي كاشيما الياباني انه خلاص الديل اتقفل على كده وانهم محتاجين اللاعب هم بينفسوا على التأهل ودورة خاصة بعد فوز النهارة كان عندهم مباراة صباح اليوم انه هم كوزاكا فرونتال انا قلت كاشيما كوزاكا فرونتال ابلاغهم انه خلاص الديل اتقفل وانهم مش هيقدروا انهم يسيبوا اللاعب لانهم اقتربوا جدا من حكز مقعد في دوري ابطال مقعد مباشر لتأهلوا دوري ابطال اسيا لكن اعتقد انه الامور صارت صعبة جدا والاهلي ده عوقت كتير اي وقت سأقولك طيب النادي الياباني فتح الباب لمنفوضات النادي الاهلي مزبوط وكان فيه تفوض مالي ويدفعوا كام صحيح منين النادي الياباني كان بيتفوض ومنين النادي الياباني فجأة لانه ده مش السبب الحقيقية كريم السبب الحقيقية هم رفضوا التقصيد باي شكل من الاشكال هم عايزين فلوسهم دفعة واحدة هم قالك انه النادي الاهلي حاولها مرارا طب نرفع امت الصفقة شوية وانقصت اخر رقم كان اخر رقم النادي الاهلي عرضوا مليون وثمانمائة الف دولار وارقام التلاتة والاربعة والخمسة وكل الكلام ده غير حقيقية لان النادي نفسه كان طالب اثنين ونص دخل وكيل لعبين تاني عشان فيه ناس قالت انه فيه اندية دخلت في الصفقة لا فيه وكيل لعبين تواصل معهم قالهم انه قدر جبلهم عرض باثنين وسبعة من عشرة مليون دولار بعد هم طلبوا من النادي الاهلي اثنين ونص اللي كانش يعرف رد النادي الاهلي ايه هم طلبوه انه يبقى تواصل داريك مش عن طريق وكيل عن طريق النادي اللي هو بيتوسط انه يكون طرف في هذه الصفقة ولم يصلهم اي عروض رسمية من اي نادي جيم انت شرفت ونورتك العادة ودائما باستمتع جدا معك انا مشروف شكرا جزيلا ده كان ختام حليتنا النهاردة من رقم عشر رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الزخير